أهلا بيكم في الأهلي خط أحمر ورجعنا لكم وأكيد وحشتونا ونتمنى نكون وحشناكم أهلا بيك يا سامس أهلا بيك يا فارس وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان كنا طبعا مع حضراتكم خلال برنامج الأهلي في المنديال والحمد لله ختمنا بمدالية برونزية في ظل ظروف صعبة وعودنا إليكم والأهلي خط أحمر ولأن الأهلي خط أحمر فواقع الأهلي كمان خط أحمر ليه واقع الأهلي خط أحمر؟ لأن اللي بيعمله النادي الأهلي بيسهل على البعض التفكير يعني إيه؟ يعني لما تشوف النادي الأهلي بيتخطى بالميرس وبيكسب منترية وبيفوز على الهلال السعودي بربعية أعتقد ممكن تقول إن سهل إنك لو موجود مكان الأهلي تحقق اللي بيحققه النادي الأهلي حتى لو أنت في تاريخك كله ما سنطرتش مرة واحدة في كاس العالم للآن دي كمان لما تشوف النادي الأهلي بيحقق دوري أبطال أفريقيا لمرتين على التوالي ممكن تشوف إن الموضوع سهل وإن أنت تقدر تعمل زي ما الأهلي بيعمل وكمان تشوف إن الدوري أسهل أو أصعب من دوري أبطال أفريقيا برضو اللي خلاك تشوف ده هو النادي الأهلي ليه؟ لأن النادي الأهلي هو اللي بيسهل كل ده هو اللي بيحسس غيره إن ده ممكن بس للأمانة هو مستحيل مش ممكن هو سهل وممكن عشان بس ده النادي الأهلي أما لو حد غيره الموضوع صعب الموضوع مستحيل والموضوع بيبان كل يوم إنه هو مش بالكلام عشان تكون بطل عشان تحقق دوري أبطال أفريقيا مرتين عشان يبقى الفارق بينك وبين أقرب منافس هو ضعف عدد بطولات موضوع صعب قوي ولازم بس يكون عندك جينات الأهلي اللي مش موجودة في أي حد صدقوني موضوع صعب عشان تكون بطل وعشان تشجع فريق بطل فما كانك معروف النادي الأهلي مصنع الأبطال ظروف صعبة جدا مرينا بها في بطولة كأس العالم للأندية أو عشان نكون بنقول كلام دقيق ما قبل بطولة كأس العالم للأندية ما قبل بطولة كأس العالم للأندية النادي الأهلي بيتحرم بينحرم من لعبته الدوليين الناس بتبص على بطولة أم أفراكة فقط لغير لا تاريخ 30-12 كان لعبي النادي الأهلي بينضموا عشان البطولة العربية فتخيل ست سبع لعبين من القوام الرئيسي للفريق مش موجود بيتدربوا مع المدير الفني بالروح نلعب البطولة العربية لغاية يوم 18-30-11 ويوم 18-12 بتعود اللعيبة دي عشان تلعب ماتشين فقط لغير مع المدير الفني مباراة الرجاء اللي حسمناها بعد ما كنا متأخرين 1-0 لأن دي جينات النادي الأهلي ثم مباراة فيوتشار في الدوري ثم ذهب اللعبون مرة أخرى لمنتخب مصر رجعوا لنا أمتى؟ رجعوا لنا قبل مباراة نصف النهائي بل مرس بيوم واحد أقل من 16 ساعة على موعد مباراة نصف النهائي كأس العالم للأندية فتخيل عزيزي المشاهد 60 أو 70 يوم المدير الفني مش قادر يعمل تدريب لعبته فيه كاملين طبعا في ظل الفترة دي كان عندنا إصابات وإصابات قوية وغيابات كبيرة جدا يكفي أن أنا أقول لك حارس مصر الأول حارس أفريقيا الأول الكابتن محمد الشناوي اللي بعض الحراس بيتصرعوا من أجل أنهم يثبتوا أنهم قادرين على تعويض غياب محمد الشناوي في حالة إصابته لكن في حالة أن الكابتن محمد الشناوي على أرض الملعب هو حارس أفريقيا الأول داخل القارة والحارس الأفضل في دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا غياب محمد الشناوي أكرم توفيق في أول مباراة مع أم أفريقيا بيغيب روباط صليبي بدر بنون أثار كورونا فغيابات كتير كتير بيرستاو بعد مرات سموحة والمحترف رقم 2 في الأعلى قيمة السوقية بعد أليو ديانج بيغيب والمفترض أن أنت عندك 14 لعب ورايح تقابل فريق منترية المكسيكي اللي هو فايز عليك بنجومك مرة خمسة ومرة اتنين ظروف صعبة صعبة جدا كمان وكل الناس ومن ضمنهم أنا كنت متوقع أن الطبيعي أننا هنلعب على المركز الخامس والسادس لأن فريق منترية فريق صعب جدا ولكن النادي الأهلي مش بس بيخلي لك الصعب سهل ده كمان بيقولك أوعد شك ولو لحظة واحدة في النادي الأهلي أوعد شك ولو لحظة واحدة في روح الفنالة الحمرة أوعد شك ولو لحظة واحدة في الأهلي بمن حضر يكون هاني المنديالي حديث المنديال ويسجل هدف عشان تسعى تقابل بالميرس ما تكونش موفق ولكن تروح تواجه الهلال الهلال اللي بقى لنا أربع سنين بنسمع من المنافسين أن الأهلي خاف يواجه فريق الهلال السوداني الأهلي هرب من مواجهة فريق الهلال السعودي بطولة السوبر المصر السعودي اللي فاز بها نادي الزمالك طبعا وما تبعها من أحداث فييجي النادي الأهلي يواجه الهلال السعودي في كأس العالم للأندية بطولة يشرف عليها وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحديد المركز الثالث والرابع فريق الهلال السعودي كان مستعد تماما تماما لتحقيق مدالية على الأقل في بطولة كأس العالم للأندية وبزل مجهود كبير أنه يحاق ده وأدى مباراة للأمانة رائعة جدا أمام تشيلسي ولكن النادي الأهلي في ظل غياب ست لعيبة أساسية ست لعبين أساسيين اللي تقال أنه هرب من مواجهة الهلال السعودي يمنح الهلال السعودي درس في كرة القدم ويفوز بربعية بأقل مجهود فيحق النادي الأهلي المدالية البرونزية هو ده النادي الأهلي اللي احنا تعودنا عليه اللي حتى لما كنا بنقول الطبيعة والمنطقي نلعب خامس وسادس قال لا ده نال الطبيعة والمنطقي إن أنا كنت ألعب نهاية كأس العالم للأندية عشان كده كان في لقطات مع جماهير النادي الأهلي بعد مرات الهلال بقينا مسدقينها كويس قوي ودي رسالة للنادي الأهلي إدارة جهاز فني لعبين الجماهير دلوقتي بقيت بتقول في يوم ما هيكون النادي الأهلي بطل بطولة كأس العالم للأندية في يوم قريب جدا جدا نوعاتكم إن احنا حنحاول الأهلي علمنا طول الوقت نحاول ولو الأهلي ما حاولش مين حيحاول مفيش حد يقدر يتقطع حدود حلم النادي الأهلي لأن زي ما قلنا أحلام النادي الأهلي بالنسبة لغيره خط أحمر وده اللي احنا بنقوله لكم وده عهدنا بالنادي الأهلي دايما يخالف التوقعات المنطقية ويحقق ما هو غير منطقي لأن المستحيل عند النادي الأهلي كلمة مش موجودة في قموس وفضلوا فاكرين اللي قلته لكم السهل بالنسبة للأهلي هو اللي بيخلي البعض يعتقد انه يقدر يحققه وهو بالنسبة له مستحيل وعشان الأهلي ما فيهوش مستحيل محتاجين نقف عند حاجة شفناها بتتداول بعد مباراة الهلال السوداني بقى الهلال السوداني يعني ايه شوية للسوداني من روح أفريقيا او شوية للسوداني الهلال السوداني كانت مباراة مهمة النادي الأهلي فيه ظل ظروف انا بأكد ان هي كانت صعبة جدا اجماعة اصار كاس العالم للاندية وكل اللي حكيناه لكم من تلاحم مباريات من ضغوط من لعيبك الدولية هلعب زي حمدي فتحي واستهلاكه بدنيا وجاء تم استهلاكه معاك كل ده انا في رأيي اصاره طلعت وسط نقص الأكسجين وسط ملاعب اللي احنا لعبنا فيها خارج مصر وفكر ان انت بتلعب خارج أرضك انت بتلعب خارج ملعبك فأكيد تأثرت كل ده بدنيا انعكس في المباراة فحققت نتيجة التعاقل ولكن شفنا الناس خرجت علينا بفكرة ان في عقدة عقدة للنادي الاهلي في مواجهات الهلال خارج ملعبه اعتقد فكرة العقدة عشان نصنفها او نوصفها او ننصقها بفكرة تاريخ النادي الاهلي محتاجين نفهم امتى الحاجة ممكن تكون عقدة عقدة لما بنشوف الخبر ده لو استعرضنا على الشاشة نزل في احد البرامج كان بيقول واصل الهلال تكريس عقدته للاهلي عيسو لم يصبق للمارد الاحمر تحقيق اي فوز في السودان خلال تسع مواجهات بينهم طيب انا لما اتكلم خلال اخر تسع مواجهات بينهم واقول الفوز في السودان انا بتكلم عن مواجهات السودان بس اللي هما خمسة مش تسعة ده رقم واحد الخمس مباريات دول حاصل فيهم ايه النادي الاهلي اتعادل اتعادل خارج ملعبه اربع مباريات من الخمسة والنادي الاهلي خسر مباراة وحيدة اذا في مفهوم كونة القدم في مفهوم الهماوي في اي بطولة وفي اي اتنين متنافسين لما بقى خارج ملعبي محقق اربع تعادلات من خمس مباريات ده نتيجة كبيرة جدا وجيدة جدا في قاعدة الهماوي يبقى اذا مفهوم العقدة واستسهال استخدامه عند المفهوم بتاع المطلقي اعتقد ملوش اي مجال للذكر في النقطة والمواقع طبعا خارت من نفس البرنامج واتكلمت عن فكرة ان النادي الاهلي ما سجلش غير هدف واحد فقط لغير واستبعيله تماما فكرة اننا في المباريات ده طبعا احد المواقع وبيتكلم عن ان النادي الاهلي ايضا اربع تعادلات وهزيمة وخمس مباريات في ملعب لما انا كنت بلعب المباراة سواء زهاب او عودة وبلعب مباراتي في القاهرة اللي كان بيتحقق النادي الاهلي في كل مرة واجه فيها فريق الهلال السوداني كان بيتخطى فريق الهلال السوداني سواء نهائي زي 87 سواء حتى في دور مجموعات في 2007 سواء يعني ادوار اقصائية النادي الاهلي كان بيحقق ده والبطولة التسعة كانت بدايتها الحقيقية من ام دورمان بهدف افشا 1-0 وكان افشا هيكرر نفس القصة ولكن القائم تصدق لكرة افشا الحقيقة انا بس بق مش بس عاوز اركز على فكرة النتاج السلبية والنتاج الاجابية ومحاول التكريس وحقدة بمفهوم خاطئ لأ ده انا كمان عايز اكلم بعض نجوم النادي الاهلي القدامة اللي هم ارتدوا تي شيرت النادي الاهلي ودفوا عن شعار النادي الاهلي في الوقت اللي كان فيه مفهوم كرة القدم في افريقيا هو ان النتيجة الايجابية بالنسبة لك انك تتعادل خارج الملعب ده المفهوم اللي كان موجود قبل مستر مانوال جوزين قبل الفوز على بيترو اتليتكو 3-1 في بطولة 2001 ما قبل ذلك كان مفهوم كرة القدم في الاندية المصرية اطلع اعمل افضل نتيجة لك برة اقل خسارة حاول ما تستقبلش هداف وتعال عوض على ملعبه ده كان مفهوم القرة فتخال الناس اللي كانت بتلعب بالمفهوم ده وانا اقصد كابتن هشام حنفي وكابتن محمد عمارة خرجوا بعد برونزيت كاسل من العالم الاندية والاجواء اللي كانت مصاحبة للفرقة قبل السفر للسودان واللعب في اجواء حرة الساعة 3 وبيتكلموا عن ان بيتس مسماني ما قدرش ان هو يدير المباراة وفشل في ادارة المباراة وان النادي الاهلي ضعيف تخال كابتن محمد عمارة قال ان النادي الاهلي كان ضعيف ده التصريح او ده الوصف اللي ممكن يتقال على النادي الاهلي في المباراة دي من كابتن محمد عمارة وكابتن يشام حنفي تخطى شوية كابتن محمد عمارة عاوز يثبت ان بيتس مسماني ما قدرش يدير المباراة والنادي الاهلي كان المفترض يفوز وان الفريق الهلال كان متاح للنادي الأهلي ممكن يكون ده وجهة نظر يتبنها البعض. ما عنديش مشكلة فيها. لكن المشكلة جات هنا بقى. المشكلة جات لما بدأ يقارن ما بين ما حققه نادي الزمالك مع بيترو أتلتكو في استاد القاهرة أو في ملعب القاهرة. والتعادل اتنين اتنين. قال شوف الزمالك عملي. شوف الفرق بين الاهلي أمام الهلال والزمالك أمام بيترو. الزمالك حاول وكان ما عندوش حظه وصطفه وسوق حظ في أكتر من كرة. وده يحسب للجهاز الفني للزمالك ويحسب لباترس كارتيرون في مباراة داخلية. قبل من اطلع البرنامج طبعا كنا نتمنى نشوف مباراة في دور المجموعات ما بين الزمالك وسجرادة. فيها كرة قدم حقيقة. لكن اللي شاف في المباراة كان الأمور مستوى الفني متوسط وتعادل باترس كارتيرون مع سجرادة. ولو فيه مقارنة بين سجرادة والهلال فسجرادة فريق غير مصنف. ولكن الكابتن هشام حنفي كان يعني حاد جدا في الهجوم على بيت سمسيماني وكذلك الكابتن محمد أمورا كان حاد جدا في وصفه للنادي الأهلي بالضعيف. ان شاء الله بإذن الله نلتقي مع نهاء دوري أبطال أفريقيا وبإذن الله البطولة الحاريات عشر والثالثة على التوالي. لكن أتمنى من أبناء النادي الأهلي القدامى نقطة إنصاف. أعتقد أبناء الأهلي القدامى أو أي حد بيحكمنا بينه وبينه. بينه وبينه المنطق إذا تحدست بمنطق هنرد عليك بمنطق. لو ما تحدستش بمنطق هنقول أنت افتقدت المنطق في إيه؟ والأهم إن كفانة بقى فكرة المقارنة ما بين كارتيرون ومسيماني أعتقد يا جماعة اللي بيتفرج على كورة مجرد من أي انتماء. يعرف إن الفرق كبير جدا بين مدرب بيلعب في دورة أبطال أفريقيا وبيكون عنده زي ما قلنا لعبين بيجولوا بيلعبوا عنده كاس العامل الأندية كمدة إضافية ملعبش فيها نادي الزمالك. وبيرجع لعب زي حمدي فتحي اللي قلنا كان بيشارك قدام الكاميرون وبيشارك قدامكو الدفار وبيشارك قدام السنغال ويرجع كل دول يلعبه ويرجع يلعب في دورة أبطال أفريقيا ويحقق الفوز في ويحقق قصدي النتيجة إيجابية خارج الأرض حتى بالتعادل ويحقق شكل بالنسبة لنا مرضي نسبيا وييجي البعض يسمع مدرب آخر في الدوري بيتكلم ويقول أصل اللعبة عند مجهدة. هنا أنا لا أقول ثانية واحدة أقف عند راجل اسمه موسيماني. لما خرجنا بالتعادل طلع أول كلمة قالها بعد المتش إن لما بيتقلوا من المراسل إن نتيجة إيجابية قاله نتيجة إيجابية. النتيجة الإيجابية بالنسبة لي هي إن أنا حقق الفوز ده النتيجة الإيجابية عوامل أو ما خرجناش بأفضل شكل ده أقر بيه ولكن ما أقدرش أصف بفكرة النتيجة الإيجابية. ده طموح مدرب وده طموح مدرب. فما فيش مجال للمقارنة اللي أنتو بتعقدوها وأعتقد في المواجهات المباشرة كمان كان الفرق واضح وبالخماسية وأعتقد 3-4-3 هتبقى من النهاردة طريقة جوانمية جدا أعتقد بيتسو مسماني بيرسم الخط والبعض بيمشى عليه ولكن البعض بيحاول التقليل من بيتسو مسماني. أنا مش فاهم ليه أو ممكن أكون فاهم بس أنا عامل نفسي مش فاهم ليه دايما التقليل من بيتسو مسماني. طبعا كان فيه نجوم في اللقاء عشان بس ما ناخدش لكل الأمور بشكل سلبي في مباراة الهلال السوداني وعدم تحقيق الفوز خارج الملعب في الزل يعني أن أنت جاي منتشي بالمداليا البرونزية في الظروف اللي كانت لا تسمح بأكثر من المداليا البرونزية من وجهة نظري كان فيه نجوم في اللقاء ونجوم اللقاء كتير. أنا يعني بالنسبة لي ياسر إبراهيم كان أحد أهم وأبرز من نجوم اللقاء. ولكن ياسر إبراهيم يعني أحد الدفين دلوقتي النادي الأهلي على مدار التاريخ في كاس عامل أندية. بالتأكيد يعني قدم فترة أخيرة ممتازة جدا ولكن احنا دورنا أننا برضو ندي دفع معنوية لبعض الصفقات الجديدة. وتحديدا لما يكون ابن النادي الأهلي وعاد للنادي الأهلي وسن لسه صغير. وبيقدم ثقة ويمكن أنا اتكلمت في الآلي في المنديال قد إيه أن محمد عبد المنعم بيفكرني باللعبين الكبار اللي بدأوا صغار من حيث الثقة. كلمت عن كابتن أشرف آسم في 86 لأننا كنا بنتكلم عن أم أفريقيا. وتكلمت عن كابتن هاني رمزي طبعا يعني نجم خط ظهر النادي الأهلي ومنتخب مصر. وتكلمت عن نجوم كتير ويمكن بداية رمي ربيعة أيضا كانت بداية كلها ثقة مع النادي الأهلي. دي طبعا أرقام محمد عبد المنعم في المباراة كان استعادة القرى 14 مرة. وده كان تاني أكتر تاني لعب استعادة القرى. تدخلات الدفاعية النجحة 12 من 14 التحامات هوائية 7 من 8. وده رقم مميز جدا. التحامات أرضية 4 من 5. التمريرات الطولية النجحة. وطبعا أشهرها تمرير تعالي معلول اللي كنا ممكن نقدر نسجل منها 2 من 4. دقة التمريرات 91 في المية. بس بعيدا عن الأرقام ما زلت مقتنع بفكرة الثقة اللي بيقدم بها محمد عبد المنعم هل محمد عبد المنعم هو كده وصل لكمة مستوى؟ لا. لكن احنا هنا بنقوله احنا معاك جامهيري النادي الأهلي بالدعم أي حد عنده الثقة وعنده شخصية النادي الأهلي. نتمنى الاستمرارية. فكرة انك تتقلق مباراة أو مباراتين ده لسه في بداية الطريق. لسه الاسم بالألم الرصاص المجهود وانك تحفر اسم داخل وجدان جامهير النادي الأهلي. محتاج مجهود كبير وكبير جدا وعندك تنافس شاك وصعب جدا مع نجوم كبار. عندنا ان شاء الله بادر بنون يرجع بالسلامة عندنا رام ربيع. عندنا أيمن أشرف ياسر إبراهيم. حمدي فتحي وتوظيفه في المكان ده. وان كنت شايف انه ممكن مع عودة المصابين يعود حمدي فتحي تمره تانية للوسط الملعب. لكن في النهاية محتاج مجهود كبير. احنا بس بنقول لك شابو كمل خليك بنفس الثقة. ابز المجهود أكبر اعتقد انت فاهم يعني قيمة تشيرت النادي الأهلي وقيمة جماهير النادي الأهلي لما تكون بتدعم لعب في بداية الطريق. جمهور الأهلي بيديك دفعة البدايات. وده عهدنا دايما باللعبين اللي بييجوا النادي الأهلي. هتلاقي الجمهور كده مستني يديك الدفعة دي. ولكن جمهور النادي الأهلي دايما ما بيشوفش فكرة الكمال. لكن بارح كان البعض بيتكلم في الثقة. الثقة مطلوبة. ولكن نتمنى ان ما يكونش فيه ثقة زائدة. عشان الأداء يكون متكامل. والأداء يكون مثالي. وده اللي بنشوفه من محمد عبد المنعم وكل اللاعبين عايزين أداء. الجمهور بيطمح في كل حاجة. وعايزوا فعلا عندي ياسر ابراهيم لانه هو اتزالة من بارح. يمكن الأضواء كلها راحت لمحمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم يا جماعة. بالنسبة لي حالة غريبة جدا. تخصص هلال. الهلال السوداني في 2019 عمل مباراة رائعة تاريخية. الهلال السعودي عمل مباراة عظيمة. انبارح كان في أفضل حالاته. فأتمنى التوفيق لكل اللاعبين والنادي الأهلي. كالعادة دايما عهدنا بيه انه هو ان شاء الله يقدم بطولة قوية. وانا عندي حاجة مختلفة جدا. البطولة دي انا شخصيا مشاعري فيها أقوى من البطولة اللي فاتت. لان فكرة تحقيق اللقب الثالث على التوالي الأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. حاسسها مش هتتكرر كتير. يعني انت عندك جيل وصل للفكرة دي وللمرحلة دي ومقرب قوي انه يلمس فكرة البطولة الثالثة على التوالي وانا بصراحة شايف فنانه الأمور مواتية. سانداونز مش في أفضل حالاته. الوداد انا برضو شايفه بعيد. الرجاء رغم ان الناس كانت قابل البطولة. لا انا شايف الرجاء فريق. يقدر يروح لبعيد. فانا شايف ان الفرصة مواتية ان ان شاء الله بإذن الله الاهلي في أول مرة في تاريخه يحقق ثلاث بطولات دور أبطال على التوالي. بص انا مش هروح للفرق المنافسة لان انا مش عاوز فكرة ان انا انخدع في دور المجموعات بمستوى الفرق المنافسة. لان في ناس لما بتوصل لخلاص المرات الاقصائية بنشوف شكل مختلف جدا. لكن احنا فعلا عندنا الفرصة لان احنا عندنا جيل مميز. عندنا لعيب النادي الاهلي من وجهة نظري قادرين. ويستحقوا ان هما يكتبوا جيل مميز. يتخط جيل ابو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب وقل الجمعة قدامهم الفرصة. بالنسبة لي في كأس العالم اندية هما تخطوهم بالفعل حققوا برونزيتين. يتبقى ليهم ان شاء الله يحققوا التالت على التوالي يبقوا ده الجيل الافضل رقميا في تاريخ النادي الاهلي. اعتقد فرصة زي دي ما ينفعش نفوتها. وبرضو بما اننا بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا والاجيال في دوري ابطال افريقيا عندنا سؤال. وعندنا طبعا شخص كسب تي شيرت من السؤال الماضي بتاعته وقع مباراة مصر منتخب مصر منتخب المغرب. ده سؤال حلقة النهاردة وايضا تقدر لو جاوبت صح. طبعا هنعمل صح. وهتكسب تي شيرت النادي الاهلي. السؤال بقى يا سيدي مين هما المدربين اللي هو المديري الفني يعني. الحاصلين مع الاهلي على لقب دوري ابطال افريقيا على كل الالقاب. عندنا 82-87-2001 ثم الالفية الجديدة 2005-2006-2008 أو 2012-2013 و19-20 نشوف بقى. أو 20-21 نشوف مين المدربين دول. عددهم ونكتب كده المدربين اسم اسم عشان نفوز تفوزوا معنا بتشيرتين الان. عندنا طبعا فايز عشان احنا مش عشان دخلنا في المونديال وبعيدنا عنكم فننسى الفائز. ده فيه تشيرت ابراهيم ابراهيم فاز بالتشيرت ده وفريق الاعداد هيتواصل معاك ويزبط الامور معاك يا ابراهيم المبروك في التشيرت. وتقول لنا بقى ما قاسك ايه كده وتيجي تستلم التشيرت مننا ان شاء الله بإذن الله تشيرت النادي الاهلي وفريق الاعداد بإذن الله هيتواصل معاك. بس كابتن انوار سلامة كان مدرب قوي هنبدأ بقى يعني نتكلم كده أنا بقول كابتن انوار سلامة كان مدرب قوي. انت بتسهل الامور يعني. انا ما مسهلتش حياك. طب عندنا وقفة مع مدرب اخر النهاردة هو كابتن محمود الجهر. طبعا. نروح نطلع فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام كتير جدا عن الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم والاهلي خط احمر. ايوه فعلا الاهلي خط احمر. ولكن الخط الاحمر مطالب دايما يواجه صعوبات وعقبات كالعادة يا أسامة جدول الدوري. ايوه جدول الدوري نستعرض بس مع الناس مدشوطة الاهلي وافريقها. قبل ما نستعرض. اعايزين بس نوضح نقطة مهمة جدا لجماهير النادي الاهلي. تحديدا يعني لان في الظروف دي في الاوقات دي من السنة اللي فاتت كان عندنا ضغط كبير جدا. ويمكن فقدنا للأسف نقاط مهمة جدا. وانا في متذكرة بشكل كبير جدا من 18 ابريل الى 14 مايو. قبل مبارات سانداونز. لعبنا 8 مبارات منهم مطشين مع الزمالك. وبرغم الفوز واحنا نقصين على الزمالك. الا ان الضغط المباريات. فقدنا نقاط امام سموحة. امام غزل المحلة. وكانت الامور صعبة. كنا ممكن نقدر نقضي على الدوري تماما في الفترة دي. لكن ما قدرناش. بيت سمو سيماني قال تعلمت الدرس. فتعلمت الدرس فلازم نبقى بنفكر وبنساعد وبنقدم اطرحات. هل هو اطرحات دي؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله. قبل ما نستعرف بس الجد. نتكلم الاول في الفكرة. انت مع فكرة الروتيشن الحل المثالي للخروج من هذا المأزك. وتأثير ايه ده؟ او تأثير الاصابات ايه على فكرة الروتيشن. بس ده اللي انا عايز اقوله عشان كده وانا بقولك حاجة نقط معين ومبارات معينة دي اللي انا شايف ان الروتيشن لازم توصل للزروة فيه. بس هقولك حاجة. انت مش هينفع تعدي اصلا المرحلة دي من غير الروتيشن. يعني ده مبدئيا. لو انت فكرت فكرة ان انت تعتمد على مجموعة من اللاعبين او تشكيل اساسي تثبته في كل المباريات اللي جاية دي كده كده هتوقع في المباريات. فانت مجبر ان انت لازم تعمل الروتيشن. وده بيحصل في العالم كله. شوفناه في ليفربول شوفناه في الفرق اللي بتنافس في اكتر من بطولة. بعد الفرق عندها عرفة هي مش عندك. قاله وهي ايه. انه ممكن يضحي ببطولة حشان قدر بطولة تانية. مش كده وبس. انت عندك ان انت لعبت فترة مع كأس العالم للاندية. تلات مباريات في الخارج. فلعبت ازيد. لعبت مباريات السوبر الافريقي في الخارج مع رجاء. ازيد. فانت كده لعبت اربع مباريات. ان شاء الله بإذن الله تكمل بطولة افريقيا للنهاية. فان شاء الله بالتأكيد هتلعب ازيد. ده في عدد مبارياتك. انما اللي بتكلم بعض الفرق. وده طبيعي. طبيعي فرق كتير جدا. ان انا مش حقدر ادخل السيزن. ما الناس انت حط الناس انت حط النادي. هذا في كل البطولة. اه بالزلط. خود. فانا الاهلي مختلف. جمهورك مش هيسمح بفكرة. يعني انت انا شفت ناس بتبرر ده. اصواضح ان المدرب الفلاني ما عندوش رهون على الدوري فمركز في افريقيا. انت في النادي الاهلي يوم تعمل ده محدش هيسمى عليك. لا جمهور ولا غير جمهور ولا عقلية المدرب. موسيماني قالك انا جيت فريق عنده كل حاجة كلمة الفوز. مفيش في قموسه تعادل مفيش في قموسه فكرة ان البطولة دي ما نقدرش ناخدها. على فكرة كان بيقولها بمعنى ايجابي لان البعض برضو خد التصريح وبدأ يدخل خناقة مع موسيماني. طيب انا بس عايز بصي على المباريات عشان اقول لكم حتة معينة الروتيشن فيها فيها. انت هسترد المباريات اه طبعا عشان باستو بقى ربطة معينة بس. نارد المباريات. احنا عندنا هنبدأ الاهلي والمقصة ده الدوري يوم ايه يوم 23 22. يوم 22 فبراير هنقوم بعد كده سان داونز يوم 26 فبراير بعد كده فرقه بفرق ثلاث ايام يوم واحد مارس. هنا هتروح فرق ثلاث ايام برضو الاهلي والمريخ هتلعب مطشين المريخ في مصر. عشان برضو نبقى بنتكلم بأمانة. هتيجي بعد كده بقى انا شايف ان هنا الفكرة اللي هتبدأ يبقى عندك جرس انزار. انت هتلعب شوف انت لعبت مصر المقصة لعبت سان داونز. لحظة بس انت جاي هنا تقول لي جرس انزار في تمانية مارس ده انا معاك من يوم المقصة في جرس انزار هروح لبرامدز وبعد كده انت اقول جرس الانزار المبكت انا شايف ان انت هتقدر تلعب في الدوري عندك رفاهات انك تبدل في بعض الامور في مصر المقصة. الاهلي سان داونز لانك انت عملت شوية روتيشن في مطش مصر المقصة هتدخل بالفول تيم في مطش سان داونز. هتيجي بعد كده بتلعب فاركو. انا شايف ان فاركو لازم يكون عندك روتيشن مع احترامي الفاركو. بس لازم تدي نفسك مساحة وبعد اللاعبين. مجد افشا كان برضو ما بياخدش بيرستاون ان شاء الله يدخل تبدأ تعمل مدورة في فكرة حمدي فاتحي. مش هتقدر طول الوقت انت وديانجة حطوا هما الاتنين في الملعب مع السولية هتستهلك بدنية طب عندك فاركو يوم واحد بعد كده مباراة المريخ فرق ثلاثة ايام. انا بشوف الفترة دي لو نجحت تعمل فيها روتيشن جيد. هتيجي بقى تصطدم باكبر عقبة. عندك بيرامينز عندك بيرامينز بعد ماتش مهم في افريقيا طبيعيا هتكون لعبت بيه بالستاندينج لاينب اللي هو الاساسي بتاعك طب هتروح بعد كده تلعب مع بيرامينز هتقدر تعمل روتيشن او تبعد لعبين كتير هتأثر عليك كتير جدا فنان في المباراة. بعدها عندك ساندونز برا. طب هتعمل ايه? انا بشوف ان الاول اللي انت خاف منه ده ممكن نتعامل معه. بس فعليا انا شايف ان اكبر لحظات الضغط عليك بعد مباراة المريخ لان انت هتبدأ المريخ غالبا باللاينب الاساسي هتروح مباراة بيرامينز مش هيكون عندك رفاية لان انا انا اساسا شايف من بداية الدور ان بيرامينز هو المنافس عندك بعد كده مباراة ساندونز خارج الارض. التلات مباراة دول مشكلة كبير جيد. طيب خليني بقى اقولك انا ليه قلتلك ان النادي الاهلي انت خاف من بدري اول. اه بيدفع ضريبة فكرة انك تلعب في كأس العام الاندية وبتلعب في السوبر الافريقي. ليه? لان هو ده اللي بيحصل العادة تاني. النادي الاهلي بياخد البطولة بيكمل اخر مشوار البطولة الافريقية بيلعب سوبر افريقي بيلعب كأس العام الاندية التلات مباريات فبيرجع يلاقي عنده بعض المباريات موجلة خدم النادي الاهلي السنة دي عن السنة اللي فاتت خدمة قليلة او بسيطة ان منتخب مصر كان مكمل لغاية نهاية ام افريقيا فالدوري كان متوقف والنادي الاهلي رجع ففاتوا جولة وكان جولة قبل وقت كأس العالم لوقت كأس سوبر فبالتالي بقى الامر جولتين فقط لغير فتخيل الجولتين دول لما هيجوا تحطوا في مواعيد زي دي هتلاقي نفسك بتلعب كل 72 ساعة داخل خارج. داخل خارج. مباراة المريخ فقط لغير. اللي خدمتنا الظروف ان المريخ اختار انه يلعب في القاهرة مبارياته. ولعب النهاردة مع سندونز وتعادل 00 في مجموعة النادي الاهلي لكن فكرة نجتلع بكل 72 ساعة ده امر مرهق جدا. طب انا هنا بقى هتكلم عن مباراة بيرامدز وهروح لجرز الانذار من الاخر انا من الاول بالنسبة لي في المشكلة. لكن مباراة بيرامدز دي وكأن القدر مع وهنسميها القدر. يعني هنقول القدر هي بتيجي كده قدريا. ان قبل مواجهة سندونز دايما تلاقي فيه مواجهة صعبة كده تقابلك. يعني تتحطي لك مواجهة صعبة. يعني مساء 2019 المواجهة اللي خرجنا منها الفوز الوحيد كان لسندونز كنا بنلعب في بركة مية حرفيا. حرفيا. ولعبنا ماتشين. الزمالك واللي اتحاب واللي اتحاب. 48 ساعة باللي اتنين. تمام? حرفيا امر صعب. تيجي تلعب البطولة الماضية تلاقي الزمالك يوم عشرة وهتلعب مع سندونز يوم 14. الزمالك تمام? النهاردة الزمالك كان هو اللي بي نفسك عالدوري حاليا منافسك عالدوري ومتصدر الدوري بالارقام بيرامد. فييجي يحطيلك بيرامد زيوم 8. طيب كابتن عامر الحاج عامي حسين انا طبعا سمعت له تصريح بيقول هو ده اللي عندنا. يعني فيه معناه هو ده اللي عندنا. يا ازاك يا حاج عامي. قالك انا جبت الاندية قعدناه منهما جمعت الظروف صعبة جدا والامور صعبة جدا. فزقوا معنا الموسم. زي زقوا معايا اليوم كده. هنعمل يا حاج عامر. قالك احنا ممكن نقسم الجدول بقى مجموعتين. نلعب هو الناد الاهل. انا ازاي هلعب يوم تمانية. وسافر جنوب افريقيا عشان لعب يوم 11. كانت اللايحة اللي قبل الحاج عامي حسين وهنا يعني نداء لربط اتلاندية كان بيتقال لما تيجي تلعب مباراة خارج ملعبك. لازم تكون المباراة الا على ملعبك لانت لعب في الدوري. فارق بينهم اربع ايام. انا هنا فارق 72 ساعة. تمانية 11. يعني انا رايح تسعة وعشرة مش رايحهم هسافرهم تسعة عشرة وروح هلعب سانداونز في جنوب افريقيا. اعتقد الامر صعب جدا. ده على مستوى تنظيم بعض المباريات. لان الناد الاهل بالتأكيد. انتوا عارفين بالتأكيد ومش محتاجة شك يعني انه بيمث المصر في دوري ابطال افريقيا. لكن بالنسبة لنا احنا بقى ازاي نتلاشى ده بعيدة عن المباراة الازمة دي. وكمان لما ارجع من سانداونز هلعب مباراة في كاس مصر ممكن نتعاون فيها ونحل الامور. لكن ازاي حل ده? وانا عندي اصابات لان انت ممكن نهاردة قبل الموسم انا واحد من الناس تقول انا عندي فريق ايه? صحيح. تمام? غاب عني بقى نص فريق. فبقيت انا بفريق ونص. يعني انا حرف فيه هانك صحيح. غاب عني لعبين. ان شاء الله الكابتنش ناو راجع. بيرسي تاو راجع. بدري بنون لسه اموره مش متضحة. عندنا اكرم توفيق اصابة فبالتالي انت عندك الروتيشن ممكن يكون فيه بعض اللاعبين مش هتقدر ترايح بشكل كافي. بص هو مستحيل تعمل روتيشن بفريق كله الكواليتي بتاع واحد. صعب جدا. وده مش هيحصل. ولكن انا شايف ان فيه بعض المراكز زي ما بقول. انت عندك مباريات فيها رفاهات الروتيشن. المقصة وفرقه تحديدا. ما بين مباريات مهمة وهي ساندونز والمريخ. عندك روتيشن. عندك انت رمي ربيعة واي من اشرف تقدر تستغلهم مع السناء ده. مش كل الماتشاط هتحتاج تلعب بالتلاتة. فمش هتحتاج كل الماتشاط حمدي فتح وديانج. عندك هاني في الجبل يمين. دلوقتي بقى موجود. كريم فؤاد. تقدر تحط يمين وشمال. كريم فؤاد لو انت برضه هتحاول ترايح معلول. على المقرالة ان معلول بصراحة الموضوع صعب جدا. ومن اكتر اللعيبة اللي انا شايفه طول الوقت محافظ على مستوى بس انا قاعد الان من الدورب الفن بتاعه. معلول بصراحة 40% والقال هجومية لنا. اكيد. واحنا هفاكر في المقرالات كسران الان ده كنا شايفينه ان هو مهم ازاي. هتيجي بعد كده. في الاجنحة عندك حسين الشحات يقدر يضيف كحد موجود. عندك عبدالقادر. عندك طاهر. عندك عدد. عندك افشة برضه كان. مهما كان اسباب فنية او غير فنية اللي خلته رايح. بس هتستفيد بيها. عندك حسام حسن. عندك بيرسي تاو. عندك مكسوني برضه في الاجنحة. تقدر. واليد سليمان. واليد سليمان طبعا. الوليد سليمان شايفه ان هو واقف على رجله. وقد النظر عن قراره يعني. لكن هو كان. ظهر بصورة كويسة. في كأس الربطة. وظهر بصورة كويسة في مباراة بالميرس. لما نزل الوقت اللي خدم. الروتيشن يا أسامة كسكواد متاح. بس انا عندي مشكلة. المريخ برامدز ساندون. ده بقى هنا محتاج البيج موسيماني. في وقت كده يتبع الليحة معايا. انا محتاج ان يكون فيه راحة بين مباراة ساندون. ده حلنا خارج الصندوق. خارج الصندوق ايه ده هو الصندوق نفسه. خارج الصندوق بمعنى ان الابشن ده مش موجود ان انت تقدر تبني خططك. بس. مش بتاع نحن. انا فاهم. مش بتاع نحن. لكن لازم يكون بتاع الناس المسؤولين وربطة الاندية تبع شايفة الامور بشكل واضح. انا هلعب في جنوب افراقيا. يعني انا في اخر القارة العب ازاي يوم تمانية ويوم 11 دي نقطة بس جرس انظار. من دلوقتي كده عشان تكون الامور واضحة. وانا عارف ان النادي الاهلي هو المضغوط. بسبب ان فيه اربع مرات اتلعبه خارج مصر. اتلعبه في قطر. وتلعبه في الامارات سوبر. وكأس عامل اندية. ولكن في النهاية انا النادي الاهلي المصري. نرجو ان احن ناخد بالنوز دي. طبعا نهاردة كان قرعت كأس مصر ودور الاثنين وثلاثين تقريبا يتحدد. اللي هيتحط ما بين المباراتين اللي احنا كنا سايبينهم دول. يعني كنا عمليين فريق خمس ايام اخر مباراتين. لا فيه خلاص. هيدخل ما بينهم من 11 ل 15 مارس. مباراة المصري السلوم. المصري بالسلوم. هي هي المشكلة برضو. انت عندك سانداونز بس ما زلت بقول. انا حاجات عندي فيها رفاهية. ده ماتش عندي رفاهية روكيشة. انا مش هنتكلم بالزبط. اه احنا احنا هنا والله بنتكلم بانطقية. انما انا زي بقولك انا عندي بانك زعر من فكرة الماريخ برامتز سانداونز. هنا بقى ده هيأثر على مصيرك في الدوري. وهيأثر على مصيرك في دوري عبطال افريقيا. وهيأثر على فكرة اول وثاني مجموعة. يعني اعتقد ده مهم جدا. ولكن ان شاء الله بإذن الله. بصنا اقولك بقى حاجة برا السندوق خالق. احنا ممكن نعمل روتيشن في مباراة سانداونز برا. سانداونز برا. ازاي? ان شاء الله نكون حسامنا الامور من بدري. اصدق في المباراة تانية. نحن قادرين نعمل اي حاجة في دوري عبطال افريقيا. ان شاء الله. بإذن الله. وإن كان البعض مبارح بيقول احنا بدأنا نتفاعل بفكرة التانية اخر سنتين في المجموعة. يهيه بانعمل روتيشن. يهي بانعمل روتيشن. صح. برطولة افريقيا. ان شاء الله. عندنا طبعا يعني فيديو مهم جدا عن بيتسو موسيماني بدوري الابطال. ومن ينتقد بيتسو موسيماني بدوري الابطال. فحبين نوضح النتائج اللي حققها بيتسو موسيماني منذ ويكاته للنادي الاهلي في دوري الابطال. هنطلع نشوف الفيديو. وبعد الفيديو هنطلع فاصل. لما تفتكر اللي حققه موسيماني لازم تكون سعيد بنفس البهجة اللي على وشوشنا دي. صح ولا لا؟. طيب. بعد بقى موسيماني في برضو اتنين. خلونا نحس نفس البهجة ويستحقوا بجد ان كنوع من انواع يمكن الفريق كله تكرم في صورة البرونزية. ولكن كويس جدا ان على المستوى الفردي على اقل ايضا كانوا موجودين هدف السلية وهدف محمد هاني كانوا من ضمن افضل الاهداف في المنديال. الامانة هدف محمد هاني جميل. لكن كمان هدف السلية كان رائع بهدوء وثقة وتنشين وكل لحاجة على طريقة اللاعبين الكبار وهو منهم للامانة. على طريقة السلية. على طريقة السلية فعلا الجرأة والقرار وبيعملها كتير قوي يا اسامة وبيبقى شايف. يعني هو حتى دايما بيكون مش باصص للملعب بس بيكون شايف. في المرش ده اكتر اكتر مرة وكانت ناوية تيجي. يعني مين عجبك في اللقطة بتاعت الهدف دي؟ الحكم. طبعا. وهي دي محتاجة. لا لا سرعة بديعة على سرعة بديعة. الحكم. انا اي حكم بيوطي للكورة بحب. هو غربالي الهواء. اي حكم بيوطي للكورة بحب. الحكم ده غربالي الهواء. اتبكرني بلاحظاتك. حسيت ميكسي سعادة. كده افشع السلية. السلية كانت الثالث. ومحمد هاني كانت الخامس في منتريه. وخلاص احنا خذنا عهد. اننا يعني نوضح للمنديالي محمد هاني. ده طبعا. هدف محمد هاني في مباراة بالنسبالي. هي الاروح في تاريخ كأس العالم الاندية. لانها ستظل في الزاكرة. مدى الحياة. انا كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء. فقال دي اللي هنحكي عنها لولادنا. هنقول ان الاهلي كان نايس 15 لاعب. وراح يقابل منتريه. والامور كلها بتقول هنقصر. فاذا بالاهلي يحقق الفوز. ومحمد هاني المنديالي. خلاص. يعني جماعة المطش بتاع الاهلي ومصر المقصة. لازم نقنع محمد هاني. ان ده مونديال كسام الاندية. محمد بيتقلق في المنديال. صحيح. فخلاص عايزين نفضل كده بمستوى المنديال. لان قدم مستوى في المنديال. امام باير مونخ كان جايد جدا. نهاردة بيقدم مستوى ممتاز جدا جدا. وشرط القيادة على قديك كده. هو بيسجل. هذا بتبع حاجة جميلة أولا. بص هنا عشان بصراحة ما انجارفش. وبتكلم بمنطقة المصدقية. انا محمد هاني ديته كريدت كبير. او في كاسر عامل الاندية. فالزبط. فبعدها كان المردود. مش بنفس الطريقة اللي انا كنت مستنيها. فالمرة دي. انا مستني شوف الملعب. وان شاء الله تمنى الملعب. لا يهدغ المرء من جهر المرتين. نتمنى. دي رسالة الهاني. يعني فرصتك بالتأكيد أكرم توفيق. يعني ربنا يرجعه بالسلام ان شاء الله. جاء حط المركز ده في مكانة مختلفة. وبقى أساسي منتخب مصر. قدامك فرصة تقدم نفس المستوى. بنفس الجدية. اشتغل على نفسك تكون أساسي منتخب مصر. لا يساعدوا على فكرة جدا. بالتأكيد. يعني كمان طريقة اللعبة دي مساعداء. فأتمنى ان هو يستغل ده. فعلا طلعت اربعة ثلاثة. مناسبة جدا اللي هاني تحديدا. هو معلوم. بالضبط. عشان القدرات الدفاعية والصحتيات العكسية ومشابة. ولكن عندنا أيضا نجم آخر. وهو بالنسبة لي نجم الشباك. يعني البتسو. وعجبني جدا ان الناس بدأت تاخد من كلمة البتسو. وترددها على تويتر بشكل أو بآخر. أو العام بتسو. فبالنسبة لي فعلا هو يستحق الألف واللام التعريف البتسو. برغم ان الاسماء لا تعرف. ولكن عمل إنجاز في كأس العالم أندية. تخطى بيه كل المديرين الفنيين. اللي قادوا النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. بمن فيهم الساحر منو الجوزيه. نستعرض الأرقام. عشان نشوف بيتسو أو البيتسو عمل ايه بكأس العالم للأندية. خلينا نبدأ بالساحر منو الجوزيه. لعب سبع مباريات. فوز اتنين تعادل صفر. هزيمة خمسة. سجل تمانية. استقبل حداشر. البيتسو مسماني لعب ست مباريات. فوز تلاتة. تعادل واحد. وفاس برقلات الترجيح أمام بالميرس. هزيمة اتنين أمام باير ميونيخ وأمام بالميرس. وهتلاقي رقم مميز عند بيتسو مسماني. المدرب الوحيد اللي هتلاقيه سجل أكتر مستقبل. ستة أهداف سجلهم. استقبل أربعة فقط لغير. كابتن حسام البدري لعب تلاتة. فوز واحد اتهزم اتنين. سجل اتنين استقبل أربعة. كابتن محمد يوسف لعب اتنين. اتهزم لاتنين. سجل واحد استقبل سبعة. أعتقد أرقام مميزة جدا. ويستحق أننا نقول البيتسو مسماني. عشان الناس ما تقولش أنت يعني بتكبر الأمور ليه. أعتقد أرقام واضحة جدا. في كأس العامل الأندية فرس. أنت بحك ليه؟ لا أقول لك بحك لي. لأن الأمانة أنا الناس عارفة أننا جزيه الهوى قوي. قوي. يعني أنا مستر مانويل جزيه ده في الدم كده. بجد والله. فأنا منتصر لمستر بيتسو مسماني في حاجة تكسل عامل الأندية دائما. ما قدرش يقول الانتصار في المطلق. لا طبعا مستر مانويل جزيه كنت قادر تحافظ دوري وكاس عامل الأندية ودوري أبطال أفريقيا. فأنا ما زال ليه طبعا ما كان في قلب ممتاز يعني. لا والشخصية بتاعه. طبعا كل حاجة هذا رجل رجل كمان خارج الملعب كان عبقاري يعني. البيتسو هيقدم. ولكن اللي أنا عايز أقوله للأمانة مستر بيتسو مسماني تفكيره مختلف في محطة كاس العامل الأندية. مستر مانويل جزيه وده لا يخفى على كثير مننا كانت فكرته عن كاس العامل الأندية أو طموحه مختلف. يعني هو حتى في 2005 لما روحنا قال إن أحد أسباب الضغط إن الناس قالت إحنا رايحين نلعب المبرانية مع ليفربول على ما أعتقد. في 2006 قال إن تحقيق البرونزية كان مبكر كمان عن اعتقاده إن الأهل يقدر يحققها. هو كان مؤمن إن فيه فوارق فنية في كاس العامل الأندية. مستر بيتسو مسماني لازم يا جماعة نحط له الكريدت ده. إن أنت تيجي كمدرب وتقول أنا رايح ألعب عن نهائي. وتبقى زعلان وتعتذر عن خسارك بالمراس. وإن أنت مراحتش للنهائي. الراجل طلع بالسقف. يعني أنا بقول بالبلد كده طلع بالسلم واخده الفوق معاه. والناس بدأت تحاسبه وتضغط عليه. وتبقى زعلانة منه في حاجات هو أول حد يقولها. وأنا للأمانة بشيت بالزميل أحمد عز. لأنه هو أيضاً اتكلم في نقطة النبيتسو مسماني. هو تامر بدوي وبديوم حقوم. هو الأجرأ في تاريخ النادي الأهلي من حيث الزاوية دي. وده كان رأي أنا كمان كنت بقوله حتى وإحنا هنا خلال بطولة. وقبل ما اسمع ده. فأن الناس تبقى شايفة ده ومدىها الحتة دي حققها. ومش كتير اللي بيعمل كده. فأنا لازم أقول الحتة ده. لا 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 لا. والله بجد أنت عندك الرجل ده. خليك تحس أنك أيه في المباراة. الجماهير بنا قلت لك اللقطة بتاعة الجماهير. يوماً ما سيكون النادي الأهلي. إن شاء الله بطل كأس العامل. لأن دي أنا تمنى يكون قريب. بغض النظر حتى لو ده لا ما تحققش. إن فكرة أن أنت تصل بالجماهير. لقدرتك على أرض الواقع. أن أنت تبقى عندك الحلم ده. لأن البعض بيحلم دون تجربة. لكن أنت لما تخوض التجربة. بتبقى واضح مع نفسك. أو أنا أصلاً قادر إن أنا حقق ولا لا. اللي عمله النادي الأهلي. في آخر بطلتين في كأس العامل أن دي. أكدوا إن الحلم ممكن. مش مستحيل. وإن وقع جداً إنك تتمنى النادي الأهلي يكون في المباراة النهائية. وكمان بعد ما شفنا مستوى المباراة النهائية. وليه لا نحقق البطولة. ولكن نخدها خطوة خطوة. عندنا البطولة الأفريقية طبعاً. هي الأهم وهي اللي هتوصلنا. مش الكلام اللي هتوصلنا. ولا الأحلام اللي هتوصلنا. الجهد والتعب هو اللي هتوصلنا. كعهدنا دايماً في النادي الأهلي. ابز المجهود. وإن شاء الله التوفيق يكون حليفك بإذن الله. وإنتوا بتسمعوا الكلام الجميل ده من ننا عن كاس العامل الأندية. وطموحاتنا وذكرياتنا وصعوبة البطولة. عايزكم تتفرجوا معنا على الفيديو ده. وتشوفوا المفارقة الزهنية. ما بين اللي انتوا سمعتوه مننا واللي انتوا هتسمعوه من مين كابتن متحة شلبي. نسمع ونرجمع. قال انفنتينو هذه المسابقة ستبدأ في عشرين أربعة وعشرين. عشرين أربعة وعشرين. والآن يجرى البحث عن كبار الرعاة. والتصور النهاردة كان بياخد الأول خمسة مليون دولار. وفقا للكلام إن الأول هياخد بين ثلاثين لخمسة وثلاثين مليون دولار. يعني لك أن تتخيل الجوازية بشكلها إيه؟ وبالتالي هتبقى معارك كروية قوية. وهيبقى كاسعالم للأندية بجد. مع كل احترام طبعا كاسعالم الحالية للأندية. تخلينا نكونوا واقعيين. أحب دايما نتكلم بواقعية يعني. كاسعالم الأندية اللي موجود ده. إيه النادي العالمي اللي موجود غير تشلسي؟ كل الاحترام للستة التانيين. كل الاحترام للستة التانيين. هو بطل أوروبا اللي بيجي. هو ده النادي اللي تشارمينج. وغالبا هو اللي بياخدها. وغالبا هو اللي بياخدها. لكن بعد كده بما تدور. هتلاقي بالميراث. هتلاقي منتيري. كل الاحترام طبعا. يعني. مسمى كلمة كاسعالم للأندية. الكلمة فخمة وضخمة. الكلمة فخمة وضخمة. كاسعالم. كلمة كاسعالم دي الوحديها تخض. لكن في النهاية تشلسي. لعب ما تشين بقى بطل كاس العالم. لعب ما تشين بقى بطل كاسعال. لكن لما تبقى 24 فرقة بقى. و8 من أوروبا بقى. و6 من أمريكا الجنوبية. وده قصة تانية بقى. بصوا. الكلام. ظاهره الرحمة. وباطنه العزاب. هي دي مشكلتي مع الكلام. إحنا كلنا عايزين كاس العام للأندية. اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. عن إفريقيا. كأكتر فريق شارك فيها. عايزين أن تبقى أحسن بطولة في الدول. ده إيه اللي يخلينا نزعل. بالعكس. ده تطلعاتنا وطموحاتنا كلنا. وحاجة ما تزعلناش. ولكن أنا عايز أقول لكم بعض التفاصيل. لإني دايماً بقول لكم هنا. الشيطان يكمن في التفاصيل. ركز في التفاصيل. لما أقول فكرة كاس عالم للأندية بجد. ليه أستخدم المصطلح ده؟ وتعالى شوف كده الإعلام السعودي. وهو بيتكلم عن أسفه وحزنه من أن الهلال في بطولة عالمية كبيرة جداً. محاقش البرونزية. تعالى شوف اللي أدى إلى تغيير مدرب زي جاردين. ورجوع دياز. لأ. هم شايفينها بطولة كبيرة. فلما أقول كاس عالم للأندية بجد. أنا بدي إحقل المتلقي بإيه؟ إن دي بطولة يعني ما هياش بالأهمية أو بالقدر الكافي. مع إن شوفنا جمهور بلميرش وصوفنا الصحافة وشوفنا جمهور مونتيري. شوفنا الإعلام في المكسيك. كل الناس بتتعامل بطريقة مختلفة عن اللي بتقال ده. لما أجأ أقول مين النادي العالمي في البطولة غير تشيلسي؟ لا حضرتك. النادي الأهلي ده إحنا شايفينه عالمي. وقناعتنا التمى إنه هو نادي عالمي. وده مش تقليلاً أو اللي بتقال ده فيه تقليل من بطل أفريقيا. مش حاجة اسمها النادي العالمي. النادي الأهلي ده من أكتر الأندية شعبية. النادي الأهلي ده من الأندية اللي كانت من أكتر الأندية تحقيقها للبطولات على مستوى العالم وما زالت بتنافس وقريبة. إذن أنا مجردش النادي الأهلي من صفة العالمية وإقولة أصل تشيلسي اللي كان لأ. دي نظرة أيضاً دونية جداً لأفريقيا ولممثل أفريقيا. أيضاً بنفس الطريقة لما أقول مين الأندي اللي في البطولة غير تشيلسي؟ بالمرس؟ منتاري طب إذا كان أنا بقول كده وقيمتهم التسويقية بعد الفرق دي أعلى من أهلي يبقى أنا أصد إيه على أهلي دمنيا فأنا قد أكون بشوف الفيديو أقول الرجل ما قالش أعايز بس داخليا لا فيه إكحاف وفيه نظرة دونية وفيه انتقاص كبير جدا من قيمة البطولة واسم النادي الأهلي فيها نادي الأهلي اللي بيفوز لأول مرة على بطل أسيا النادي الأهلي اللي الأول مرة اللي هو الهلال بربعية النادي الأهلي اللي الأول مرة البطولة اللي فاتت بطل أمريكا الجنوبية بيحقق أسوأ ترتيب في تاريخه وهو الرابع ودي فرق عندها جمهرية عندها شعبية عندها زخم فلما نتكلم في ظرف زهني ونفسي الناس كلها سعيدة فيه باللحاق الأهلي نشوف جنبنا الإعلام بيعمل إيه في دول أخرى بتحقيق المديليات دي ونشوف النادي الأهلي بيعمل إيه وندي الأهلي حقه وما نقللشه من البطولة وحتى لو عايز تطرح فكرة أنك تلعب 24 أو تكفضل النادي ما حب على قلبنا ده بالنسبة لنا شيء طبيعي جدا لكن حتى وانت بتتكلم في فكرة الـ 24 نادي أو الـ 12 نادي المقترح اللي الفيفا عايزة تعمله في النهاية أنت وجهت بطل القرى وجهت نظر أن التاني أو التالت أو الرابع في القرى بالتأكيد بالتأكيد هم مش الأقوى في القرى لأن في النهاية أنت وجهت السبع فرق أو الست فرق اللي هم الأقوى في القرى وإيه لا تبقى بطولة كأس القرات اللي كنا بنلعبها كمنتخب مصر لما ناخد أمم أفريقيا ونروح نلعب مع البرازيل وإيطاليا وأمريكا كانت بطولة بقى ضعيفة ملعاش قيمة ما كناش بنشوف الشغف وقد إيه فرحنا بالفوز على إيطاليا وقد إيه دي مباراة تاريخية بالنسبة لنا وقد إيه كان الحزن بيعتصرنا في مباراة البرازيل وفاكريني المحمدي لغاية اللحظة دي بركلة الجزاء الأخيرة وأول استدعاء لفكرة تعالى شوف الفيديو وقد إيه زايلنا أننا قدام أمريكا ما قدرناش نكمل الحلم ونصعد للدور قبل النهائي ما كانت برضو بطولة على نفس الشاكلة بطولة كأس العالم عندها وكان ملتف حواليها كل الشعب المصري بشغف وشغف كبير جدا ودائما وأبدا هتلاقي في الزاكرة ومش أبالغ لو قلت بطولة أم أفريقيا 2010 وبطولة كأس القرارات 2009 هتلاقي أدق تفاصيل 2009 موجودة عند الشريحة الأكبر من جمير كرة القدم المصرية على عكس 2010 لأنك حققت 2008 بظروف مختلفة و2006 كانت على مرعبك ففكرة التقليل من بطولة عشان عدد المشاركين فيها عدد ليل أنا بشوفها مش منطقية إطلاقا لأن في النهاية أنت بتقابل أبطال القرارات سواء كنا بنلعب بطولة مع منتخب مصر زي بطولة كأس العامل القرارات أو كأس العامل عندها اللي هي كل الناس أشادت بها وأشادت بالنادي الآلي ويكفي أنك تعرف أن القيمة التسوقية للأنداء دي بتزداد مع وجود مع البطولة دي وأعتقد أن النادي الآلي حاليا له مكاسب عديدة وعديدة جدا وتحديدا في الخليج وإحنا يمكننا فارس اتناقشنا مع أشقاء في السعودية وفي دول الخليج بالتأكيد الناس كتير تكلمت عن فكرة إزاي إزاي النادي ده نادي أفريقي البعض في دول الخليج بقى يهتم بالدوريات الربية بشكل كبير جدا فما بقاش بيتابع بشكل الدوريات الأفريقية ممكن دوري بلده بالكتير لكن الدوريات الربية بقت مكتسحة بشكل كبير جدا في الخليج فلما نادي شافت اهتمت مهتم بالكرة الربية وبدأت تشوف النادي الأهلي بدأت تسأله عن اللعبين مين أحمد عبدالقادر ده بيلعب بقالو قد دي إزاي المهارة دي اللقطات بتاعت أحمد عبدالقادر منتشرة إزاي بالتأكيد آه لا يسأل بس يعني ممنوع الموضوع صعب جدا ممنوع الاقتراب أو التصوير من لعبي النادي الأهلي في الخليج إن شاء الله فده سوق آخر للنادي الأهلي ونجوه من النادي الأهلي يشوفه إزاي النادي الأهلي للناس ما بقتش مصدق هو أنتوا بتتكلموا بجد إن الاهلي اللي لعب الهلال ده كان ناقص ستة عناصر أسايا هو بجد فلان وفلان 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 فلوه الأمر صعب جدا ففكرة التقليل من بطولة بالشكل ده أنا شايف فيها يعني عدم تقدير لما فعله النادي الأهلي في البطولة لكن يعني ده بالنسبة للبطولة على جانب آخر بقى فيه حالة من عدم تقدير للنادي الأهلي وكأنها أزمة لبعض يعني اللعبين القدامة في أندية منافسة وهو الكابتن بشير التابعي يعني تصرحاته دائما وأبدا بتكون غير منطقية بتحاول التقليل من شأن النادي الأهلي ومن قيمة النادي الأهلي واستدعاء مش مفهوم تعالوا نشوف الفيديو عشان نرجع نعقل كابتن جوهري إيه رائد في الله أرحم شخصات جميلة كابتن جوهري قال ببقوا كده يا جماعة لو العدالة العدالة تتوفر لنادي الزمالك ده نادي الزمالك ده خلي بالك الدي إزاز هاي بقى في حيث أتاني خارس أنا جابت شخص أبوك النضاري عام بشغل أبوك وأبو الناس كلها ومعروف أن الرجل ده إيه بذلك ده البقل طيب خلينا عشان نحطك في الصورة هي القصة هي القصة بس موضوع الكابتن محمود الجوهري والعدالة لا قصة باختصار شديد سؤال يتوجه للكابتن ياسر ريان هل ممكن أحمد ياسر ريان يلعب في نادي الزمالك لو دفع وقيمة الشرط الجزائي 2.5 مليون دولار واشترى من النادي التركي الكابتن ياسر ريان قال لا بالنسبة لي أحمد ياسر ريان أنا عارف يقدر يلعب فين فقال له طب ما هو لعب في الجونة ولعب في سراميكا قال له أنا عارف ابني كويس وعارف عقلية ابني كويس مع كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك يا النادي الأهلي يا إما هيدور على عندها أخرى وهو إن شاء الله ما يرجعش وبيقول كده إن شاء الله يوفق يعني لو لعب هيلعب في أجواء مختلفة تماما على النادي الزمالك ومش هيروح النادي الزمالك يعني أنت شايف ويلعب في سراميكا ومايلعبش في الزمالك قال له يا جماعة احنا كده بالنسبة لنا الأجواء داخل النادي الأهلي مختلفة هو بيقول كابتن ياسر عاشت عشر سنين من السعادة جوه النادي الأهلي طيب اللي عاشه الكابتن ياسر ريان ده إيه اللي استفز فيه كابتن بشير التابعين ما تفهمش قام كابتن بشير التابع قال له يعني إيه النادي الأهلي ده موجود جوه وموجود جوه بس المشكلة اللي فارق بينه وبين نادي الزمالك إن الإعلام ما بيصرحش والإعلام ما بيطلعش اللي جوه النادي الأهلي وتعالى أقول لك كابتن محمود الجهري عن نادي الزمالك وقال اللي بتقال ده كابتن محمود الجهري الواقعة الوحيدة اللي بتذكر في تاريخه ويمكن أنا قررتها أكتر من مرة هي وقعة اعتداء أو محاولة اعتداء باللفز على حكم يعني الكابتن محمود أصمان والد الكابتن سمير محمود أصمان في مباراة بن أهل وزمالك اللي تلقى فيها هدف لكابتن ربيع ياسين فتخيل عزيزي أن الكابتن محمود الجهري المنضبط تماما رحمة الله عليه الجنرال لما خرج عن النص خرج في مباراة كان الظلم واقع على النادي الآلي يوم دير في النادي الآلي والصالح نادي الزمالك فلو سمحت الكلام اللي بيتكرر ده تجربة كده مش عايزة أشرحها فكرة أن انت تفضل تردد كلام تردد كلام فالناس تبدأ تتدوله وتصدقه على أنه تقال وأنا حتى هذه اللحظة وكل مرة بقول أنا براهن حد يجيب لي التصريح ده فيديو للكابتن محمود الجهري اتقال في أي جريدة في وقت من الأوقات وبيدرب نادي الزمالك اتقال الكابتن هجر كلام كله عمل بيتردد فقط لغير دون سند أو دليل أنا مرة والله باتناش مع واحد قال التصريح ده وطوله المصدر ايه قال لي جدعانة مني كده اهوه ده جدعانة مني عايزة أقول بس أن كابتن بشير التابعي الموضوع بقى شخصي يعني هو يمكن فيه فترة أنت بتقول طول الوقت لا وفيه فترة ابنه كان في الناشئين في النادي الآلي فكان الدنيا لطيفة وإفهات والآلي وبتاعه ما عنديش مشكلة ورغبته وأهلاوي كل لعب ابنه يخرج من ناشينا مشكلة مشكلة ولكن يا جماعة فكرة العدالة التحكمية والله احنا عملنا حلقات ارجع بقى وشوف التاريخ وشوف سوبر إفريقي وشوف الدوري الأخير وشوف دوريات اتكلمنا فيها في 78 ودوريات كتير جدا عشان تعرف أن أسهل حاجة أنا كون ماشي أروح مطلع شعار من العلبة أروح حطه وقول لك هو ده ويرجع والكابتن الجهري قال كابتن الجهري الله يرحمه مش هيقدر يرد عن نفسه وده الشيء الأسوأ إنك أنت تحط حد وتتقول عليه وهو في مكان أحسن أكيد مننا بكتير فنتمنى كمان جزء كده من احترام الزات وحطه تحتها ميت خط إن حتى لما تقول على حد من غير مصدر يكون حد بيننا عشان يقدر يرد إذا كان ده تصريح ده حقيقي ولا مش حقيقي وما أكثر الحاجات المفبركة والوهمية والبطولات الوهمية والتصريحات الوهمية كل حاجة وهمية أتمنى بس الكابتن بيشير التابع المرة الجاية يعني ما يخبطش عشان دي إزاز يعني هدوء شوية هدوء كده وناخد شوية هدوء أيضا فاصل والأهلي خط أحمر انتظروا أهلا بيكم مرة تانية في الأهلي خط أحمر أعتقد كلمة الأهلي بمن حضر دي عاملة مشكلة كتيرة جدا لناس كتير جدا ولكن يا أخي أكبر رهانات خاسرة ممكن تدخلها في حياتك هي الرهانات الخاسرة اللي ضد النادي الأهلي أو اللي تعتقد فيها انت تستغل ظرف النادي الأهلي عشان تدرب به قاعدة تاريخية اسمها الأهلي بمن حضر بس للأسف ردت في صدرك نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعق مواعيد المباراة لا بد ان البطولات يبقى فيه أجندة دولية بشكل عام مختلفة مع الاتحادات القرية لازم كله ده مصبوط لكن اني ألعب بطولتين كبار أيا كان هم إيه والعب في توقيتات متقاربة طبعا من الصح الأهلي أكيد تظلم وأكيد أن لعب كتير هتغيب منه مؤكد يعني لكن انتو دايما بتوع الأهلي بمن حضر فما تقعدوش ترجع تقولون ناس ده تغلب عشان مش عارفه انتو بتوع الأهلي بمن حضر خليكم في الجملة دي يكملوا عليه ما هو بمن حضر الأهلي بمن حضر يعني انت توقعك الشخصي تنتظر ايه من الأهلي في هذه البطولة يتغلب خمسة من منتيري زي ما تغلب أبتك بكامل نجوم بغلب خمسة يعني بكامل نجوم بغلب خمسة من منتيري تنتظر ايه من الأهلي يتغلب خمسة زي ما تغلب مش بتقولوا الأهلي بمن حضر ها دي المشكلة محدش بتعلم من التاريخ محدش بيستوعب دروس الماضي ونفس الأخطاء بتتكرر انت بصيت لقيت النادي الأهلي خسر قبل كده اتنين وخسر قبل كده خمسة من منتيري الأهلي في الظروف صعبة جدا انت فاهم كويس قوي ان الأهلي بمن حضر احنا بنستخدمها كاستثناء قولنا في ظروف تاريخية بتبقى استثناءات في تاريخك ومش قاعدة لان طبيعة البشر وطبيعة المنطق وطبيعة اي شيء لعلاقة بالاقوى والاضعف في ظروف ما ما يقولش انك تقدر تحط الأهلي بمن حضر كقاعدة ولا النادي الأهلي ياخد كل البطولات وفي كل الأحوال ويكسب كل الفرق ولكن فرصة حلوة قوي استغل الظرف النادي الأهلي اكيد حيخسر بسكور في المباراة زيدي واطلع اقول النادي الأهلي حيخسر خمسة فاذا بالنادي الأهلي يعمل درس للتاريخ وانا متفق زي ما اسامة قال لكم ان هو اعظم درس في تاريخ النادي الأهلي في قصة الأهلي بمن حضر لان لو كان قدام الزمالك في 85 تاريخ المواجهات المباشرة يديك افضلية ان انت حتى نفسيا تعتقد ان ده وارد في غياب عناصرك الاساسية ويقاف 16 لاعب تقدر تعمل ده فتاريخك قدام منتيري ما كانش يخليك حتى نفسيا تحس ده لكن النادي الأهلي بيدي درس لكل واحد ما هنش عارف مين هو النادي الأهلي انه يتعلم لو عايز يتعلم لان البعض حيفضل بدون تعليم اصله ما خادش درس ما خادش درس لما الاهلي فاز على منتيري انتم مش بتقولوا الاهلي بمن حضر الاهلي لما فاز على منتيري شفت اللي قال له فارس بقى وبيدي درس اوه ما خادش درس خالص ليه ما خادش درس انت تاني لان الاهلي طبعا واجه بالميرس بس قبل ما اروح للاهلي واجه بالميرس نقطة مهمة جدا في الاهلي بمن حضر بس حابين برضو نأكد عليها قالوا هي مش من الطبيعة ابدا انك تيجي تظلمني وتقول لي ايه عبا امشي الاهلي بمن حضر تعرضني في الموعيد وتقول لي ايه عبا امشي الاهلي بمن حضر حلل انت بقى مشكلتك دي انا هصدر لك المشكلة وانت حلها بما انك مؤمن بالاهلي بمن حضر لما بنيجي نتكلم في قضايا عدلة الديني قضيتي والديني العدل حتى لما قلنا بنتكلم في التحكيم سيبك انا سيء انا كويس الديني العدل وما لكش دعوه بالقصة الباقية انا بقى اقدر اتعامل مع باقي الظروف فدي نقطة مهمة جدا بس عشان تعرض الموعيد ولعب بقى الاهلي بمن حضر دي رقم واحد رقم اتنين بالنسبة للدرس لا اوه ما تعلمش الدرس خالص لانه لما تغلبنا من بالميرس في النصف النهائي كان الاستاذ عمر بيقود ارقام سلبية تجاه النادي الاهلي دون الاشارة للارقام الايجابية اللي اتكلم عنها النادي الاهلي انه انتوا اكثر فريق تهزم اكثر فريق استقابل اهداف والكلام اللذيذ ده في وقت الخسارة للنادي الاهلي وكن راحين نقابل الهلال بقى فعشان نقول لكم ونسبت لكم انهم ما تعلمش الدرس نشوف الفيديو ده ونرجعنا شايف مرش الهلال بطل اسيا والاهلي بطل افريقيا ازاي تلت ورابل مباراة صعبة جدا 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 طبعا يعني انا اتمنى ان النادي الاهلي يكسب باعتباره النادي مصري لكن انا في النهاية شايف ان الهلال اقوى بكتير يعني الهلال فرقة تقيلة جدا فرقة عملت مباراة قوية جدا قدامت شلسي اتمنى اتمنى بس موارد الاهلي المالية لا تقل عن موارد انا بتكرم على خامة اللعيبة عنده لعيبة محترفين على مستوى عالي جدا يعني الهلال فرقة تقيلة جدا جانب بالذات كمان وبعدين الهلال فرقة في ارضها ما اتغلبتش من من 3 سنين ما اتغلبتش الا مباراة واحدة فقط قدام نادي الزماني كان السوبر السعودي السوبر المصر السعودي مع جرس اللي هو كيسبو الزمكة ايام جرس عفاك المطش ده احنا مكناش من الشاحنة اللي كنا نلعب المفروض بطل الدوري هو الاهلي حاول ما يلعبوش لعب الاتحاد بس وهو جاله الهلال بكل اسف جاله وهو في البطولة يعني هيلعبوا هيلعبوا بقى توقعاتك المطش ده ايه هو مطش صعب جدا تمنياتي فوز الاهلي توقعاتي فوز الهلال انا بقى اردت زمتكم اتعلم الدرس ما تعلمش الدرس لان لو اتعلم درس منتريه كان يبقى كلامه الاهلي والهلال وما كانش يتطرق لفكرة مش الاهلي كان مش عايز يلعب الهلال في السوبر المصر السعودي طبعا يعني البطولة اللي دائما هو ابدا انه بارك لنادي الزمالك على حصوله عليها لانها بالتأكيد بطولة مهمة بالنسبة لنادي الزمالك فمن وقتها نادي الهلال ما اتغلبش بقى له ثلاث سنين او اربع سنين لا هو اتغلب يعني هو حتى في الموسم ده اتهزم مباراتين يعني داخل السعودية لكن النقطة الاهم والكلام طبعا كابتن خير غندور لازم يدخل بنقطة كده فلما يجي ده اقول لك موارد النادي الاهلي المالية لا تقل عن موارد الهلال السعودي القيمة التسوقية للنادي الاهلي والقيمة التسوقية للهلال السعودي الضعف للهلال الاهلي 30 تقريبا والهلال تقريبا 60 فدي الموارد المالية ودي القيمة السوقية للناديين غير من انتقالات شتوية حصل او حققها نادي الهلال يعني صرف فيها مبالغ كبيرة وكبيرة جدا جدا والسنة دي فقط لغير الهلال السعودي كان ليه دعم 61 مليون ريال فمش هنتكلم في الموارد المالية بالنسبة لي لكن هنتكلم فيه ان انت مش هربت من الهلال طب واجه الهلال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ربعية تاريخية تعلم الدرس؟ لا 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 مفيش يعني هو القصة كوميدية هو اخذ الخط الكوميدي فده واضح يعني انا افترضت الله من الفيديو الاول ان هنروح بقى نتكلم في حاجة فلاقيت برضو فواضح ان الموضوع كوميدي بالدرجة الاولى يعني واحنا بنحب الكوميدي يعني بنجابها هنا كتير جدا الناس طبعا مشاهدنا حبه يبقى فيه حاجة لا يتفرجه على حاجة فيها ضحك شوية اكتر من حد عنده منطق فاحنا دايما يعني بنحب برضو يبقى فيه شيء فيه فيه بتسامة دايما بنرسمها على وشوشكم لما انتوا تشوفوا الخط الكوميدي ده يعني ولكن النادي الاهلي انا باستغرف فكرة استحضار الزمالك انت بتراهن على الاهلي لانك مش عارف مين الاهلي فانا ما عنديش مشكلة لكن فكرة اصله هو مقسرش على ارضه هو هيلعب على ارضه يعني هو اصلا يا عم انت واصلا مش هيلعب على ارضه وحتى المعلومة غلصة يعني هو استحضار تعالى بقى نحط الزمالك انت عايز اي حاجة تلاقي فيها تفوق والله الموضوع صعب يعني متخال فعلا داك المنافسة محدة عمالي دار على اي حاجة يحط فيها تفوق يعني نفقا بأنفسكم شوية لان الموضوع والله العظيم صعب ويعني فاعلا بتحطه نفسكم في مواقف بايخة ولكن بعد بقى النادي الاهلي ما بيحقق البرونزية وبعد ما بتشوف هنا بقى الجمال بقى جمال النادي الاهلي انك ازاي تشوف الاخر وهو بيتكلم عنك بعد لحظة مهمة جدا نطلع ونشوف الفيديو اللي اكيد هيبسطكم انت كنت قلت تمنيت ان الاهلي اكسب يعني اللي ماتش بس كنت متوقع عن الاهلي اكسب كنت متوقع عن الهلال الهلال طبعا انا مباراة لغة رتمية يعني انا مستقيمة يعني الهلال ما جاش الهلال دا فريق كبير جدا فريق محترم جدا بطل اسيا انا اخبرك دا في يناير جايبين سبع لعيبة مثلا مش عارب بتلاتين مليون دولار اه اه دا وقتا الزعيم تقريبا هو الزعيم بتاعها مش كده بسموه الزعيم اه بس اترد منه اتنين برضو لا فاهم اه هو الزعيم اه لكن اللي شفناه ما فيش ما لقناش فريق اه ما عرفش اين اللي حصل يعني الاهلي كان افضل طبعا هو الاهلي افضل لان فيه اتنين اترد وفور بخلاص انت يعني لازم يقع افضل لا مش قبل قبل الطرد كان الاهلي كذبان برضو مضاعف يا فاند ماشي بس انا بقولك ان ما لقناش الهلال مجاش اه يعني المباركة من طرف واحد فقط اه مباراة من طرف واحد شطارة من الاهلي وحاجة كويسة ومبروك لنا كل دا احنا مش نختلفين فيه اه لكن انا بكلمك ان الهلال نفسه مجاش اه انا كنت متخالي ان هتفرج على مباراة مباراة الهلال امام تشيلسي كان فريق كبير كان فريق كبير صراح الهلال قدام الزواج كان فريق كبير اه لما زبك كسبو لا مثل ايميها الهلال كان قوي جدا برضو كان مع مدير فاني روماني جامع جدا كان فريق كبير اه لكن انا اللي شفته قدام الاهلي ما شفتش فريق يعني الهلال مجاش المباراة ده اللي لا بتكلم عنه ايه هو برضو لا عشان نكون منصفين لا فيه علامة استفاة ما جابتنا إن الأهل يتقدم في أول خمس دقايق أو ست دقايق ده يحسب لنا الأهل ولكن طبعا نقطة التحول والنتيجة الكبيرة سببها طرد اتنين أنت بتلعب تمانية ضد عشرة يعني أنت غير اللجوان يعني تمانية في الملعب ضد عشرة ده ده واحد بيفرق الاتنين طبعا فارق كبير كده بيعمل فارق كبير يعني أكيد عمل فارق بس كمان الهلال ما جاش حتى في الأقل زي ما حضرتك وتقول قبل الطرد ما كانش فيه الهلال الهلال ما جاشه المبردد يعني لو مالك لعب في كاس العالم الأندية هتبقى بطولة كبيرة ولا لأ هتبقى أجبر بطولة يا كابتن مالك لما يلعب في بطولة لازم تبقى أجبر بطولة مش هتبقى بطولة شرفية يعني هي مش بطولة شرفية في وجود الزمالك طيب أنا معاك الهلال ما جاشه طب ما ده بسبب مين نعم بسبب الأهلي يعني حاجة تحسب لنا وبعدين فيه بقى مؤامرة كبيرة في الماتش ده أول مرة في تاريخ كرة القدم يطبق موضوع الطرد المفروض اللاعب اللي يضرب لعب من النادي الأهلي تجيب اللاعب في نص الملعب وتخليهم يبوسوا بعضه وتصالحه ده القانون اللي يعم ما هو داعبة طردت ده النادي الأهلي اللي ضغط بالنسجل الهدف الأول اللاعبة بدأت تتوتر ضرب اللاعب من النادي الأهلي طرد النادي الأهلي سجلت تاني ونقصي اللاعب واحد بس مش اتنين بعد كده طرد تاني ليه؟ انت خرقت الفريق فعلا زي ما انت قلت ما جايش ليه انت خرقته من الملعب خرقته لما بغدته من أول دقيقة بشخصية النادي الأهلي وبحضوره يعني ده حاجة تحسب لنا ما تحسبش لنا أما بقى فكرة أصي لما وجهنا كان كذا على فكرة قيمة التسوقية دلوقتي أكبر وعليه المشكلة أن ياخذ واحد بينسى ما بين فيديو وفيديو الفيديو اللي قابله قالك الاتنين موارد مالية هنا بقى قاله إيه؟ ده جايبين لعيبة بس بتلاتين مليون دول الله أكبر يعني عشان إخواتنا في الهلال وأشقائنا وعلاقتنا بينهم جيدة جدا يعني أنا عايز يعني تاخدوا بالكو يعني بعد الجملة دي فافتكر أن كده حيدرب اللي استعيله في الفيديو اللي عارضينه فوق هم يعرفش أن احنا هنعرضه رح قالك إيه؟ بس لا 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 بازد دي خلاص يبقى موضوع التارد نادي الأهلي قدم مباراة وقدم بطولة خلينا كده وإحنا مرتحين وبنعرض الفيديوهات دي فخورين فخورين بحاجة اسمها النادي الأهلي اللي بيحقق وقع وغيرنا بيقول لو لعبنا في كذا لو عملنا كذا أصلا لو دي من عمل إيه؟ لا يا عمد من عمل الشيطان لو بتفتح أبواب كتير لكن يا فارس أنا بس عايز أكدى عليك أن الهلال مجاش الهلال مجاش الهلال مجاش يا فارس إصحى فارس الهلال مجاش لأنه ورافد يقول أن النادي الأهلي كان على الأرض الملعب متواجد ومتواجد بمنطق القوة وفكرة أنه نقول أصلي الهلال كان قدام شيلسي قوي وكان قدام الزمالك من 30 سن قوي لكن بعد ثلاث أيام من مباراة شيلسي ما بقاش قوي يعني اللي هو هنحلها هندور على أي مخرج الفوز اللي انت فستوه ده فستوه على الهلال اللي هو مش قوي اللي كان قوي بس في المرتين قدام شيلسي قبل ثلاث أيام وقدام نادي الزمالك في البطولة السوبر المصري السعودي اللي كان نصف محترفين هلال قاعدين برا يعني وممكن الهلال ما تعاملش بالجدية مع المباراة أو تعامل بالجدية في النهاية انت هنا بتتكلم عن برونزية كأس العالم للأندية فأعتقد الأمور كانت واضحة الهلال كان جماهيره حزينة بشكل كبير جدا كل الردود الأفعال بعد المباراة كان الحديث عن فكرة ان احنا كنا محتاجين بعد الدعم اللي حصل بشكل كبير جدا وحتى يعني بعض حارس المرمى اللي أويس وسعود ولعيبة كتيرة جت جت في وقت اللي انتقلتش طوية عشان تحامل ما دلق ما حققتش ولكن احنا حابين نأكد انهلال مجال ده طبعا كانت فقرة الأستاذ عمر الدرديري اللي هو كتير جدا بيكون مقتنع انه بيكون موضوعي وجيت نظره في كلامه اللي هو بيقوله لكن اعتقد الدرس اللي كان فارس شايفه انه هتعلمه قبل وراءة منتري وتعلمه بعد منتري تلع ما تعلمه انت اختلاف معاك ما بتعرفش انت تاخد كده تفكير بعض الجمهور الآخر في فكرة ايه هو بيقولك تشيلسي كان الهلال أقوى منه والزمالك كان أقوى فانت أقول اذا الأهل أقوى من تشيلسي وأقوى من محتر القاعدة دي مشهورة على فكرة انا عارف القاعدة دي لا ده طبعا كان تصريح الأستاذ عمر الدرديري وكان طبعا او ضيف مع الكابتن سيف زاهر وتلاحظوا ان احنا لما تعملنا مع الفقرة ما قلناش لكابتن سيف زاهر فهو انت ليه بتسأل الأستاذ عمر الدرديري عن بطولة كأس العالم للأندية المتعلقة بالنادي الأهلي ليه بتخلي الأستاذ عمر الدرديري يبص في ورقتنا ليه ما سألناش السؤال ده لأن أستاذ عمر الدرديري طول الفقرة دي ما بيبصش غير في ورقة النادي الأهلي بس ده أستاذ عمر الدرديري موضوع تاني بس سوا نفس الإطار بتحقق برونزية كأس العالم الأندية الطبيعة ايه كل البرامج الرادية تسحى الصبح كده مبروك للنادي الأهلي ممثل القرى المصري بكأس العالم الأندية الحصول على مدالية برونزية ونشوف اللعيبة اللي أجادت ونشوف المواقف اللي تعرض لها النادي الأهلي وإزاي اللعيبة الدولية رجعت ولعبت في الدور قبل النهائي اللي هو الطبيعي يعني ده الطبيعي لكن الطبيعي بقى اللي بيحصل مع الأهلي الفترة المؤخرة ممكن نشوفه لما نطلع نشوف الفيديو ده وح لتفاصيل خاصة على سبيل الإعارة وطبعا أحداث كتيرة جدا بتكون بتحصل بالرغم أن لسه كمان المركاتو القادم بعيد شوية ولكن حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسماني المدير الفني لفريق الكرة بنيدي الأهلي مستقبل لويس ميكيسوني لعب الفريق وفقا لمصدر في الأهلي فإن بيتسو موسماني استقر على رحيل لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية وأضاف المصدر مسؤوله الأهلي بيستعده لتسويق اللعب خلال الفترة اللي جاية حتى يكون هناك إمكانية للتعاقد مع اللعب أجنبي آخر في نهاية الموسم ويظهر ميكيسوني بمستوى جير مقنع منذ انضمامه للنادي الأهلي رغم حصوله على العديد من الفرص تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي يعني صفقة ميكيسوني كان من المعروف طبعا عنها أنها برؤية فنية من قبل بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي وواضح كدا الفني فبالتالي المصادر بتقول أنه ممكن يكون في المركات والقادم خارج قايمة النادي الأهلي ويتم استغلال مكان خاص بلاعب محترف بلاعب تاني هيكون بييجي في مركات والصيف لسه بدري ولكن الوقت بيعدي وطبعا لجنة تقطيط لازم تكون ببصة على كل الخطوات الخاصة بأي الصفقات من بدري الله يبرك في حضرتك فانت ألف مبروك شكرا جدا ويعني عالتهناء الجميلة على البرونزية فإحنا شاكرين جدا والله التهناء دي يعني كنا نتمنى نسمع حاجة تانية عن التهناء دي كالعادة ونسمع عن فكرة رحيل إيه دا وحضرتك ما بركتيش للنادي الأهلي على البرونزية ده فيديو طبعا في صباح قن بيتكلم بعد حصول نادي الأهلي على البرونزية عن فكرة لجنة التخطيط اللي المفترض يعني البعث لسه رجع بتفكر في ميكي سوني وخلاص ميكي سوني برا لها فيديو تانية نفس الزميلة بعد خمس أيام بتتكلم بقى إن الأهلي بيدرس لسه موضوع رحيل ميكي سوني يعني هي كانت بتأكد في فيديو رحيل ميكي سوني بس بعد خمس أيام افتكرت لا ده هو مش تأكيد ده هو الموضوع دراسة بعد خمس أيام النهاردة السبت إن شاء الله ممكن نشوف في صباح الأربع كده حاجة تانية عن فيديو ميكي سوني اللي هو بعد أمورات المقصة بس ده في حالة إيه إن شاء الله النهاردة يفوز فنسحة الصبح كده النهاردة يفوز على المقصة ونكمل مشوار الدوري بانتصارات فنقوم إيه المبروك بتاعتنا هتكون إيه أصل لسه بيت سمسي ماني بيفكر في رحيل ميكي سوني ده الكلام اللي بيتقال والكلام المرصود بشكل واضح جدا ما بعد برونزية كأس العامل والله يوسامة أنا مش عايزك يعني تكون عندك نظرة سلبية للجميع في البعض تكلم كده بس البعض بص على نقاط إيجابية جدا في الأهلي بعد بطولة مهمة وحب يدي النادي الأهلي دفع للأمام سألوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب عن الإيجابيات اللي فيه نروح معاكم للجزئية اللي يمكن تكون بتضيق نس كتير قوي ولكن ده واقع بيقول فين هو طالب إن اللعيب ما تترحل عن الفريق أو ما تكملش مع الفريق الفترة القادمة ده بناء طبعا على مستوهم اللي قدموه أو نسبة المشاركة مع النادي علشان كده بيتسو مسماني قرر طبعا إن هو يقدم تقرير فني للنادي الأهلي أو للجنة التخطيط بالنادي عن الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل تمهيدا علشان يسوقوهم طبعا بعدما فضل عدم رحيلهم في يناير الماضي مسماني طلب من الأهلي رحيل الرباعي مين بقى رمي ربيع محمود وحيد محمد محمود والحارس علي لطفي أيضا ده في الموسم المقبل شفتوا الإيجابيات شفتوا الإيجابيات يعني إيه ده الإيجابيات دي والله العظيم مستحيل يحصل كده في العالم يعني أنا عايز أقولك حاجة فريق راجع عنده زي ما قول مضغط المباريات محتاج روتيشن علي لطفي ده اللي هو حييجي الشناوي لسه مصاب فحيقف في ماتش مهم جدا في أفريقيا خارج الأرض وعندك رامي ربيعة ده اللي كان في كاس العام الأندية أحد أفضل اللاعبين في مباراة من المباراة الرباع كانوا مسافرين وعندك محمد محمود لعب مهم جدا هو محمود وحيد في الفترة الجاية في ظل الروتيشن تعال بقى مفيش فترة انتقالات مفيش أي مبارن اللي الكلام ده دلوقتي مفيش لعب حيمشي أصلا غير في فترة الانتقالات اللي جاية في الصيف أربع لعبين مسلمين عايزهم يمشي طب إيه مبرر الكلام هي وجه الاستفادة أنا عارف طبعا مبرر الكلام وعارف وجه الاستفادة وعارف الميول اللي بتخرج من حتة تروح لحتة وهي نفس لابسة نفس التيشرت صح؟ التيشرت هنمشيها التيشرت ماشي ده طبعا كده بين خمس لعبين في أسبوع هيرحلوا منهم أربع لعبين كان الفيديو ده قبل مباراة الأهلي والهلال بيوم متخيلين الدعم كان إزاي واصل للنادي الأهلي يعني على الصبح بين البرنامج صباح يعني ده هيخلينا نرجع لكلمة الكابتن محمول خطيب والكابتن محمول خطيب يعني نادرا لما بتلاقيه بينتقد بشكل أو بآخر في الإعلام ولكن الأمر الصعب ده وتكراره خلى الكابتن محمول خطيب يقول التصريح ده نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعاق كذبيني أفريقيا تاني يوم ودي أنا شاء حاجة غريبة جدا يعني فبقفتح وقعد يعني من جوية مبسوط طبعا فقعد فلقيت الراجل يعني اللي تكلم في البرنامج مش عزي أذكر ما قالش مبروك قال القايمة اللي مشيها مسلمان يا عمي يا عمي بارك لناس طبعا عملتني مشكلة ليه يعني يعني إيه الهدف وده شايفو كتير الأيام دي للأسف يعني بعد مبروات الزمان اللي قل فات مبسوط يعني مبسوطين طبعا نجي يعني الحمد لله كسبنا تاني يوم برضو بفتح قال يعني صباح الخير أهم ما عندنا دلوقتي المشكلة اللي بين مسلماني وكهربا يعني يا عمي خلاص فأنا ما بسمعش عن الكلام صراحة يعني على رأي الكابتن يا عم خدها في السكة يعني قول مبروك للناس ده كان إيه وانت واخد بطولة أفريقيا طيب لما تقالي الكلام ده من كابتن محمود الخطيب بقيمته في كرة القدر المصرية وتاريخها مع كابتن أحمد شبير وقيمته في الإعلام في نفس القناة هل السلوك تغير المشكلة ما زالت قائمة بتاخد برونزيت كاسة عامل أندية ومش عارفين نقول مبروك في السكة مش عارفين نقول يا عم مبروك طب مبروك واللعيبة دي هترحل طب مبروك وفيه أزمة جوه النادي الأهلي لأ احنا نسحى الصبح صباح المشاكل للنادي الأهلي صباح اللعيبة اللي خلاص النادي الأهلي بيفكر في رحلة اللي هي هتكمل معنا الموسم في وقت فيه إصابات هل ده منطقي هل ده معقول يعني اتكلمنا عن قنوات أخرى وبرامج أخرى ويمكن كمان يعني كابتن محمد فاروق كان نفس الطيار اتكلم عن علي لطفي وعن فكرة علي لطفي وعدم قناوات الجهاز الفني بعلي لطفي في الوقت العلي لطفي يشارك فيه أمام الهلال السوداني في السودان لكن عادي اعتدنا اعتدنا من البرنامج ده على كده مش عايزين نقول احنا اعتدنا بقى كمان من برامج ده على كده لان لما كابتن هل خطيب يتكلم بعد نهاية أفراقيا وبعد الفوز بأفراقيا ويه تقرر نفس الأمر بعد البرونزية فيه مشكلة هنا فيه مشكلة هنا وبتصل لجمهير النادل أهلي نتمنى علاج هذه المشكلة ونتمنى يبقى يتقال النادل أهلي في السكة مبروك نشوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم في الاهلي خط أحمر وآخر فقراتنا وآخر فقراتنا بنرصد فيها كلام مهم كعهدنا معاكم لأن أحيانا بيكون في كلام يحتاج ان احنا نفهم فلسفته وفكرته أو نرد عليه ونوضح للناس ليه هو غلط زي اللي قاله كابتن أحمد حسام ميدو في مدخلة مع مدرب الهلال السوداني نطلع ونسمع الفيديو شكرا لكم أخوه موتا المدير الفاني للهلال السوداني يعني بليس تراي تجو تبيت الأهلي حاول تروح وتكسب النادي الأهلي وبعدما المدخلة خلصت وبعدما مدرب الهلال السوداني أكيد خدم طبع أن ميدو بيقول كده عشان هو لاعب سابق في نادي الزمالك أو عشان هو مش حابب النادي الأهلي أو ما بيشجعش النادي الأهلي فكان كلام ميدو في الآخر هزرت معه وقلت له كذا طبعا الرجل كان قفل وراجل خدر لانطباع هو هل من الممكن أن أنت تجيب هنا بعيدا عن أنت توقعاتك انتماءاتك كل ده هل من الممكن أن نادي الزمالك يكون عندهم واجهة مع الوداد ونجيب مدرب الوداد هنا وهنا قنافة قوية وتيجي تقوله يا ريت تكسب نادي الزمالك هل ده ممكن يحصل على الهواء أتفهم أن أنت كمشجع أو أنت كراجل منتمل الزمالك وشايف منافسة بين الفريقين في البطولة أو شايف في عدد البطولات تتكلم وتقول على أكاونتك الشخصي أو حسابك الشخصي حتى أن أنت رغباتك الشخصية إنما على شاشة مفترض فيها أن هي غير فئوية ما عنديش أي مبرر لعلى سبيل الهزار ولا غير الهزار أن نجيب مدرب قبل المباراة وقوله أتمنى أن أنت تروح تكسب النادي الأهلي لو عايز تشجع على حسابك الشخصي لو عايز تشتغل إعلام فئوي اشتغلوا في قناة فئوية وإن كان كمان في حدود للي ممكن يتقل في القناة الفئوية وإحنا هنا بدورنا فاهمين ده كويس جدا مستحيل أن نتعرض لحاجة زي كده ومستحيل أن نجيب مدير فني لفريق منافس لنادي الزمالك في مواجهة ونسأل السؤال ده أو حتى نقوله يعني حاول تفوز على نادي الزمالك لأن حتى عقليتنا لو تكلمنا حتى في التشجيع احنا دايما بنبحث عن الهد وهد احنا اللي نقدر نفوز واحنا اللي نقدر نحق النتائج ما ننتظرش نتائج من الآخرين لكن أنا هاخد الموضوع على سبيل هختلف سيكة معك واخد بالك هناخده على سبيل الهزار تمام؟ خليه بيهزر ويطلع والله جماعة أنا كنت بهزر حتى أنتم شايفين أنا كنت بدحك قد إيه طب تعالوا نشوف الفيديو ده وعشان نفهم التوجه ده أصلا توجه هزار ولا توجه يعني أحد لعبين صابقين بينفذ فكرة معينة هو مؤمن بيها لصالح فريق واحد فقط لغير على قناة محايدة نشوف الفيديو ونرجعنا عقب لو الزمالك ما خدش باله من الكلام ده قدام سموحها مش يعرف يكسب لو الزمالك دخل المطش بالعقلية اللي دخل بيها مطش بيترو أتلتكو مش يعرف يكسب لازم تبقى اللعيبة ناس دخلة مركزة دخلة مركزة كويس لو عايز إنه هو إيه إنه هو ينافس على الدوري جبولي بقى جدول الترتيب عشان فيه نقطتين مهمين جدا عايز أكلمكو فيهم ده جدول الترتيب يا جماعة لعيبة الزمالك لازم تفهم كويس قوي إنه مش بعيدة عن المنافسة ده أنت الفرق بينك وبين المتصدر لو كسب المطش اللي متأجل بتاعها وثلاث نقط أنت لسه في الجيم أخسرت ضيعت نقط يعني أي كلام كان ممكن أن أنت تبقى عادي جدا تبقى النقط دي معاك دلوقتي ويبقى موقفك أحسن لكن لسه ده أنت لسه تلعب في الأسبوع التاسع لسه تلت الدوري مقلس ولازم الجدول ده يتحط بكرة لعيبة الزمالك يتحط بكرة لعيبة الزمالك لازم يأمنوا أن هم لسه في المنافسة لسه في المنافسة وده مهم ده نمرة واحد نمرة اتنين سمعوا بقى الكلام اللي أنا أقوله لكم دايماً هيتصدر لك فكرة أن المنافس المباشر بتاعك في حتة بعيدة ده مش حقيقة هيقول لك طب ملقاه لي ده تالت العالم ده صعب برونزيت كاس عامل الأندية دي حاجة ودي حاجة دي بطولة ودي بطولة وأكبر دليل على كده إيه أكبر دليل على كده إيه مين بطل العالم في كاس عامل الأندية مين تشيلسي صح الفرق ما بينه وما بين منشستر سيتي ستاشر نقطة في الدوري ستاشر نقطة ستاشر نقطة منشستر سيتي واخد ستاشر نقطة فوق تشيلسي أهو كيفين تشيلسي التالت سبعة واربعين ويقولوني كم نقطة ستاشر صح؟ أهو ستاشر يعني النهاردة مفيش حاجة اسمها ان انت حد يصدرلك ان لا ده الأهلي من كوكب آخر ده برونزيت العالم وبتاع مبروك للأهلي وبرافو الأهلي ونرفع القباعة للأهلي والأهلي شرفنا في كتول الكاس عامل الأندية لكن لازم لعيبة الزمال تاخد بالها من كلام ده كويس قوي قوي تنبيه هام تنبيه هام اللي حضراتكم سمعتوه مش على شاشة قناة الزمالك لأ حبي أعكد تاني اللي حضراتكم سمعتوه من كابتن أحمد حسان ميدو مش على شاشة قناة نادي الزمالك يوتيوب لأ ده على قناة بنحترمها بالتأكيد وقناة مفترض محايدة وبرنامج المفترض نوع برنامج لكل الأندية وبرنامج بما إنه تواجد في قناة محايدة فهو لازم لازم يكتسي برداء الحياد أو الموضوعية والتعامل مع الأندية لمن اسكندرية إنها أندية في الدور المصري عادي يعني ليه ليه زمالك لازم يكسب سموحة ولو لعب قدام بيترو أتلتك وزي ما لعب قدام سموحة ويتكلم عن إن سموحة ما لهاش أي طموحات وسموحة أصلاً في الجدول اللي تم عرضه وقتها رابع الجدول طب ليه ما نتكلمش عن سموحة ونقول إن سموحة أيضاً لازم يكون لطموحات إنه يتواجد في المربع الزهبي من أجل مشاركة أفريقية كان قريب منها الفترة أو الدور اللي فات وما قدرش فياخد باله الدور ده حتى لو هتكلم عن نادي الزمالك لا الكلام فقط لغير عن نادي الزمالك ماشي سموحة يعني يعني الله يعانهم يعني على الفيديو لكن هروح للنادي الأهلي كمان طب هروح للأمانة يعني عشان يحسب له إنه قال لنا مبروك في السكة إنا كنا بنستنى مبروك في السكة كابتن أحمد حسان ميدو قال لنا مبروك في السكة وإنجاز كواس والناس اللي قال لي شاطرين فشكراً إنه إيه في وسط الكلام قال لنا مبروك على البرونزية لكن فكرة إنه أنت تصدر إن يعني إيه النادي الأهلي متصدر والفرق بينك وبينه مباراة وده المنافس وده مش من كوكب آخر وتحاول تحفز لعيب نادي الزمالك على حساب إنك تقلل من النادي الأهلي وفكرة إنه ده عادي جداً ده لو كسب إيه بفرق ثلاث نقط ده غير مقبول والله ده غير مقبول في الإعلام المحايد ده غير مقبول في قناة محايدة الفيديو ده لو على قناة نادي الزمالك كنا نقول خلص يعني هو في النهاية كابت نحن 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 نبيل بيشجع فريقه ده شيء طبيعي جداً ومن حقه إنه هو يقف خلف فريقه ويقول الفريقه اللي هو عايز يقوله أنتم الأفضل وأنتم وأنتم لكن فكرة إن أنا أتغاضى عن طموحات فريق في الدوري المصري وأسموحة ثم أنتقل لإنجاز النادي الأهلي يا جماعة ده مش من كوكب آخر واضرب مثال بيتشيلسي وموقفه في الدوري الإنجليزي أعتقد الكلام ده ما ينفعش تعمل في قناة محايدة من وجهة نظر لا أنت كمان اتكلمت في جزئة مهمة بس فيه سؤال أغرب فيها إذا كنت اتكلمت على سموحة طب سموحة مش بينافس على اللق برامة زوضعه في الجدول أفضل من نادي الزمالك ليه زي ما تقال بكل حماس كده الورقة دي تتعلق لعابة الزمالك طب ليه ما تتعلقش لعابة برامة عايز إجابة واحدة عارف هي لا إجابة واحدة بس إعلامية إنك إيه زمالكاوي فقولت الورقة تتعلق في قودة نادي الزمالك مش برامة زمالكاوي يبقى الكلام ده مفترض ما يحصلش في قناة غير في قوية بالمرة هو ده بقى الفكرة وعشان كده الفيديو ده من الآخر كده ما فيش مبرر ليه انت بتتكلم على فكرة زمالكاوية بحتة انت بتتكلم زي ما احنا هنا نيجي نقول الأهل بمنحضر انت هنا بتتكلم في مصلحة نادي الزمالك في الدوري إيه طب برامة زي فين مش موجود سموحة زي مؤسمة فين مش موجود فإذا الفكرة أنا بتكلم كزمالكاوي كزمالكاوي حتى الوضع نفسه في المقارنة إن أنا قولي تشيلسي والدوري تشيلسي مش واخد النادي الأهلي 42 دوري مقابل 12 دوري فمش ده المعتاد وطول عمر الأهلي لما بيفرق أو بيركب الجدول الوضع بيختلف تماما فحتى المقارنة نفسها لما تجي تسقطها على التاريخ الدوري الإنجيزي ما فيهوش تشيلسي أو النادي الأهلي بدأ أول تسع مواسم بيحقق فيهم دوري عام ويبقية الفرق ما حقايتش اللقب فحتى المقارنة نفسها إسقاط تشجيعي تحفيزي لو أنت بتعمله الكل الأندية على فكرة هو ليه برضو تفكير إعلامي ممكن يكون بيقولك إيه أنا عايز جودة المسابقة عايز كل الفرق تنافس عايز الناس ما تحسسسش بس سموحة وبرمت زو كل الفرق هو إجابة واحدة بس إن زملكاوي فبيقولي الكلام عشان الزمالك يبقى الكلام مالوش مجال أبدا في إعلام غير فئوي ومهم جدا أسامة قال حاجة كده البعض يجي يقولك أصلي ميد وتكلم عن الأهلي بعد كسا عامل أجمع وقت يعني فكرة إيه وقت الفرح كله بيقولك برافو حييجي ويحضر ويقعد على البوفيو والواضح يبقى جميل جدا إنما أنا في القضايا المفصلية وفي الصراعات وفي المشاكل مع اتحادات أو غيره هنا أنا بحتاج الدور وهنا بيبان التوجه حسم مسابقة فيها تنافس بيبان المعطيات إنما قال لي مبروك وإنت شاطر طب أنا شاطر ومبروك بس مش كله بيقول عشان بس إحنا وصلنا الوضع إن الاستثناء بقى هو القعدة وكأنه يعني يشار إليه بالبنان ولكن تعالوا برضو نشوف لفكرة أخرى يعني الموضوع مش مجرد صدفة عشان ممكن حد يقول طب ده في الحلقة دي بس لا تعالوا نشوف فكرة روح الفانيلا الحمراء يعني لما يكون في حاجة جباية نقولي جباية لأن ميدو قبل كده في بينسبورت قبل ما تكون بينسبورت لما نجل قبل حصل على بطولة الكنتورة قالوا له قول مبروك قالوا مش هقول مبروك فده تتكلم تطور نوعية فأنا متفق معاك لو دي الفكرة طبعا متفق معاك ولكن نيجي بقى ونشوف برضو فكرة روح الفانيلا الحمراء ونرجع نعاق دي مقولة زيها زي حاجات كتيرة جدا بعض المسؤولين في النادي الأهلي بيرددوها علشان يدوا أفضلية للأهلي عن منافسي فيش حاجة أسمعها أن الفريق بيركب الدوري ما بينزلش زيها زي روح الفانيلا الحمراء لما كان وبقول الكلام ده حقيقة لما الأهلي بيجيب جنف ديئة 92 و93 يقول لك روح الفانيلا الحمراء وروح فانيلا تولاد الأهلي لما الزي مالك بيجيب جنف ديئة 92 و93 ما فيش حد بيكلم على روح فانيلا الزي مالك كل الناس بتقولك أن الزي مالك كسب بالحظ الزي مالك كان ممكن يتعادل بس بالقياس هنلاقي أن ده بيحصل كتير قوي في الأهلي عشان كده طلعت الجملة دي الجملة دي طلعت وبني عليها وبني عليها مواقف كتيرة جدا قدر الأهلي أنه يفوز في آخر دي الفكرة دي اتبنى عليها كتير وبيتقال هو نفسه ميدو اللي جاء قالك النادي الأهلي بيقدر يحقق بيقدر يكسب النادي الأهلي عنده ثقة وشرحنا لكم الفيديو وقشدنا بالكلام ده فكرة قانون الجذب وليه النادي الأهلي نفسيا بيقدر يعمل ده والمنافس ما بيقدرش يعمل ده ولكن الموضوع على حسب النهاردة الكثة راحة فيه بص هو نفسيا إيه الإيجابيات اللي عند النادي الأهلي ميدو إيه يعني واخد قرار لأ لازم أحطمها لو أنت بتتكلم عن برونزيت كاس العالم وخايف من الجدوة لأ اكسب سموحها وعندك شلسي مثال لو قالك الآن لما يركب الدوري لأ الكلام ده ما بيحصلش وما تصدقش الكلام ده وما تنقطناش به دي شطرة منهم وبيحاولوا يساقوه برغم من الواقع والتاريخ بيقول كده إلا الاستثناءات البسيطة لكن أنا عايز ميدو بنفسه يحكم على ميدو بعد ما سمع التلات فيديوهات إعلام مختلف في الفيديو اللي احنا نسمعه ده نشوف الفيديو أول حاجة لما برنامج قط اللبس اتعمل كل الناس افتكرت النميدو هياخد سكة الزمالك بس صح؟ لأوا النميدو في توازن من أول يوم اشتغلنا في برنامج قط اللبس شغلنا شغلنا هيبقى كده كده لأن أنا مش شغل في قناة الزمالك أنا مش شغل في قناة الزمالك أنا زمالكاوي زمالكاوي آه وبعلنها مليون مرة أن أنا زمالكاوي إنما أنا مش شغل في قناة الزمالك أنت راضي عن الكلام اللي أنت قلته في الفيديو الأخير ده إن أنت مش شغل في قناة الزمالك وإن أنا هاخد سكة الزمالك وأنا مش هيحصل الكلام ده ده أنت كده واخد سكة السلامة يعني أنت كده واخد سكة الزمالك قلبا وقالبا وأعتقد اللي قدمناه بيتنافى تماما مع تصريحك ده إن أنا هكون في حال التوازن لا عزيزي أحمد حسام ميدو أنت لست في حال التوازن أنت ما بقتش قادر تفصل المشجع عن الأعلامي ده طبعا كان آخر موضوع لنا ولكن عندنا بقى الهاشتاجات عندنا هاشتاجات مشاركات جمهورنا فعودتنا بقى في الأهلي خط أحمر بعد ما كنا معاكم في الأهلي في المنديال نستعرض الهاشتاجات وقراء الجمهور داليا الكابتانو بتقول مع احترامي لكل المدربين الحصين على أفريقيا ما لقى لي لكن موسيماني فاز بقى أعلى بطول ألالي وجمهور الأهلي العظيم هي ما بتقولش إجابة وهي مضحية هي عايزة تدي موسيماني أفضل مدير فني في أفريقيا وندعمه بدل من هجمه ماشي يا داليا لبعض مصطفى السيد بيقول مساء الخير على دروع الأهلي كابتن أحمد أسامة محمد فارس أفضل مدربين كابتن محمود الجهري مانو الجزيء حسام البدري محمد يوسف بتسو موسيماني هو طبعا السؤال كان من المدربين اللي خادت دور أبطالي أفريقيا احنا مش هنقول الإجابة صح ولا غلط يخصارة أشتي بالكابتن الناس اللي انت أشتي بي كابتن محمود الجهري كابتن أنور سلامة البابا منو الجزيء بيعلى عليك خلي بالك حسام البدري كابتن محمد يوسف السير بتسو موسيماني ده محمد فاريد ده محمد فاريد عصام فاروق بيقول كابتن محمود الجهري كابتن أنور سلامة جزيء البدري محمد يوسف البتسو موسيماني بص بقى البتسو براء التنتاج مذاكر عصام عندنا مين تاني معانا مشارك في الهاشتاج الماجيكو بيقول الجهري أنور سلامة منوي الجزيح حسام البدري محمد يوسف ومسي ماني جمهورنا مزاكر ما شاء الله جمهورنا مزاكر أنت كده بدغشش ولكن في النهاية طبعا فيه إجابات كتير صحيحة الإجابات الصحيحة يتعامل عليها سحب إن شاء الله فريق الإعداد هيتواصل مع الفايز بإذن الله وعندنا فايز هنتواصل أيضا معاه عشان يفوز أو يعني يستلم بقى مننا تي شيرت النادي الأهلي عشان إحنا لما بنوعد بنوفي يعني عشان مش غبنا فترة تقولوا فين التي شيرت نشوفكم على خير والأهلي دائما منتصرا الأهلي فوق الجميع